بحث عن معاقة التسطوالي 1830 ميلادي أحداثها وبعدها السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات مقدمة يعتبر ارتباط الجزائر بالدولة العثمانية في مطلع القرن السادس عشر ميلادي متن على مدى ثلاث طرون تاملة من أن تحظى بمتان أهمة وعظيمة وتان ذايت بالحضور الفعال في البحر الأبيض المتوسط بوسطولها البحر العستري مما جعل أقوى الدول خلال العهد العثماني ومن هنا بدأت تظهر معالم الدولة الحديثة التي برزت بثقلها على الساحة الإقليمية والدولية خاصة الجانب الدبلوماسي والاقتصادي مما دفع الدول الأوروبية إلى انتهات سياسة مزدوجة الأهداف فمن جهة أنت تظهر الصداقة وهذا من خلال الاتفاقيات ومن جهة أخرى بقية فتاة الغز تراودها خاصة خلال القرنين السابع عشر ونهاية القرن الثامن عشر الذي عرفت في الجزائر إثبات السيادة الكاملة وذايت بتحرير أراضيها من الاحتلال الإسباني بشرط نهاي عام 1792 ميلادي الأمر الذي جعل الجزائر محل أنظار الدول الأوروبية الكبرى نتيجة لتفوقها الحرب الكبير لذايت أساعت معظمها إلى التحالف ضدها وخاصة فرنسا التي تعتبر من أكبر الدول أشد عدال الجزائر بشأن حملة أسترية عليها عام 1830 ميلادي وانتصال فرنسيين في معطة استوالي وانهزام الجزائريين مما أدى إلى تحول الحملة الأسترية إلى غزو شامل انتهى بسطوط مدينة الجزائر أستريا وتوطع معاهدة الاستسلام في الخامس جولي 1830 ميلادي ومن هذا المنطلق أردنا دراسة موضوع معطة استوالي 1830 ميلادي أحداثها وبعدها لمعرفة ما إذا كانت حقيقة فرنسا تأدي بداي الجزائر والعودة لديارها أم أنها اتخذت هذا ريال لاحتلال الجزائر الإشتالية ولمعالجة هذا الموضوع طمنا بطرح الإشتالية التالية فيما تتمثل أحداث معطة استوالي وما مدى تأثيرها وانعتاساتها على الجزائر وللإجابة عن هذه الإشتالية نطرح التساؤلات التالية ما هي أهم المخططات والمشاريع التي اعتمدت عليها فرنسا للاستلال الجزائر كيف تانت أوضاع الجزائر عشية الاحتلال ما هي الذراء التي اتخذتها مبررا لغزو الجزائر ما هي الاستعدادات المتخذة بين الطرفين كيف تانت ردود الأفعال منها وما نتائجها الإطار الزماني والمتاني يمتد الإطار الزماني والمتاني لدراسة هذا الموضوع من التاسع عشر جوان 1830 ميلادي إلى غاية الخامس جولي 1830 ميلادي حيث يمثل التاريخ الأول بداية معطة استوالي ويمثل التاريخ الثاني نهاية المعرة وسطوط الجزائر في يد المستعمر الفرنسي إن المنعطف التاريخي الذي شهدته الجزائر في مطلع القرن التاسع عشر لم يكن وليد الصدفة إنما هو نتيجة أوضاع ساهمت في السطوط السريع لمدينة الجزائر بيد القوات الفرنسية سنة 1830 ميلادي وتانت رغبة فرنسا هي احتلالها للجزائر فانتهجت كل السبل لضمها إلى مستعمرات أسائية إلى هذا عبر تناصلها وقاداتها الأستريين وجواسيسها والأسر الفرنسيين في الجزائر الذين كانوا يعدون مشاريع مبنية على المخططات وتقارية تهدف كلها للاحتلال الجزائر تحت كل المسميات والمبررات ومن هذا كله حاولت إدراج في هذا الفصل مبحثين المبحث الأول تناولت فيه أهم المخططات الفرنسية لاحتلال الجزائر أما المبحث الثاني فقد عالجنا فيه الأوضاع التي تانت تعيشها الجزائر عشية لاحتلال فرنسي للجزائر المبحث الأول المخططات الفرنسية لاحتلال الجزائر أولا مخطط دوتيرس الأول 1782 ميلادي في السابع مايو 1782 ميلادي حررت دوتيرسي مضطرة حول الجزائر بتصف إرصائي قبل التحاقه بالقنصلية الفرنسية في الجزائر وتانت المضطرة في شلت مسودة سلمها لوزارة الخارجية ولم تكن خطة مصنوعة ومنهاجية واضحة لتحريرها بل كان متحمسا في دفع بلاده إلى إرسال حملة أسترية ضد الجزائر وحرده الذي لا حد له على إيالة الجزائر جعله يسرد أحداثا هملة بدون انتظام ارترح القنصل الفرنسي التارسي في مخططه الأول بعد تأتده من استحالة نجاح الحملة البحرية على الجزائر ارترح خطة أسترية تعتمد على إرسال حملة أسترية برية تنزل غرب البلاد دون تحديد نرطة الإنزال بدقة مؤتمد على أسلوب التمويه ونصب التحصينات ثم الزحب برا نحوها ثم ضرب حصار محتم عليها كما ارترح الملاوغة عن طرير توزيع القوات وإيهامهم بهجمات تاذبة بإحداث الاضطرابات في صفوفهم واتدى في مشروعه هذا على أن جيشا من عشرة آلاف رجلا تافي للحملة بابتيست ميشا دو تيرسي القنصر العام لفرنسا المتلف بالأعمال في الجزائر ما بين 1782 إلى 1791 كان من بين أشخاص أزمة السفينة التي تم ترصنتها في جنوب فرنسا كما ارترح على حكومته بعد نجاح الحملة هدم الحصون ونقل المدافع إلى فرنسا وإلطائها في البحر وإزالة كل ما يوحي بالجانب العسرائي للإيالا وتدميرها حجرا حجر وعدم المحافظة عليها وتأسيس حكومة من الأهالي لإجراء انتعاش الحركة التجارية بين البلدان لاتين تيرسي لم يزود مشروعه بخراج جغرافية أو تلغرافية ولم يدعم معلوماته بمخططات أو تصميمات فخطته العسرائية كانت نظرية بحتة فلم يوضحها في رسم بيان تجعلها قابلة للتطبير فقد كتب هذه المذكرة في 17 ورق بعد مغادرة الجزائر متوجها نحو فرنسا ثانيا مخطط دو تيرسي الثاني 1791 أشار تيرسي في مخططه إلى الاحتياطيات الواجب باتباعها المتمثلة في تتمان سر الحملة لتفادي تحصين الجزائريين لمدينتهم والاستعداد للدفاع عنها قبل وصول الحملة وترضية الدائي وامتثال والإنصية لأوامره وإخراج رعايا الفرنسيين وسح تلسفنها من الموانئ الجزائرية ورغم أهمية ذات المشروع فإن الحكومة الفرنسية لم تتمتن من تنفيذه نظر لإنشغالها بأمورها الداخلية فضلا عن أن العلاقات الفرنسية الجزائرية في تلك الفترة بالذات شهدت تحسنا ملحوظا إذ عمد قادة الثورة الفرنسية إلى توطيد علاقاتهم بحتام الجزائر كما أرسلت الجزائر إلى فرنسا عدة شحنات من القمح واللحوم والجلود والزيوت بالإضافة إلى طروض مالية فتمتنت فرنسا بفضل تلك المساعدات القضاء على المجاعة التي كانت تهدد ستانها نذات ثالثا مشروع لوماي 1800 ميلادي تانى المخطط العستي الذي أعده لوماي مختصرا وغامضا بالرغم من أنه طام باستطلاع مدينة الجزائر وضواحيها وجاب عدة جهات وتنقل من طول متان إلى آخر أثناء أسره وتام صرح بداية شخصيا إضافة إلى ذاية أن فترة التواجد هي هناك من العاشر أفريل 1799 ميلادي إلى السابع سبتمبر 1800 ميلادي مدة 16 شهرا تانت تافية للإطلاع للعوضاء ولدراسة المنطقة طبغرافيا بكل التفاصيل والدقة والوضوح وقد قدر عدد الجيش الفرنسي المشاهد في الحملة ما بين 30 ألف و40 ألف جندي مبررا في ختم مخطط الفوائد الجملة التي ستجنيها فرنسا من احتلالها للجزائر أهمها تعويض خسائف فرنسا وحربها ضد الإيالة بالاستلاع للخزينة وكذا استغلال الأراضي الشاسية لزراعة التروم ولد لوماي عام 1772 ميلادي بمدينة فيينا وفي سنة 1792 ميلادي أصبح ضابطا في المتبعية وشات في حروب الثورة الفرنسية في المحيط الأطلسي وجبال الألب وإيطاليا وقاوم الروس والأطرار في الشر وارتقى إلى رتبة عقيد وطبطان على الحامية العسكرية بجزيرة طوفور ووقع أسيرا بيد البحر الجزائرين وبقي في مدينة الجزائر 16 شهرا رابعا مخططي ديبواطانفيل 1802 و1809 ميلادي مخطط ديبواطانفيل الأول 1802 ميلادي لقد ساهم القنصل ديبواطانفيل في توطير المواقف بين البلدين وجعل علاقاتهما تقف على فوهة بورتان وفي حالة من التشنج المستمر فقد كان متحاملا على الجزائر وسعى دائما إلى تاليب حكوماته ضد هذه البلاد والدعوة إلى غزوها في كل مناسبة غير أنه لم يرترح خطة عسكرية لاحتلال الجزائر لكن الحاحي على إرسال الحملة العسكرية تجلى بكل وضوح خامسا مخطط ديبواطانفيل الثاني 1809 ميلادي بالثامن عشر نوفمبر حرر تانفيل مضطرة ثانية حول الجزائر وسلمها مباشرة لوزير علاقات الخارجية ديشامبياني في 26 ورقة تضمن معلومات مختلفة حول الجوانب الحيوية في إيالة الجزائر لم يرسم خطة عسكرية وإنما ركز على استمالة القبائل لإقامة مستعمرة جديدة وتذى التظاهر بحسن النية أمام الجزائرين والعمل على خلط طبقة اجتماعية من السكان البربر تكون موالية لفرنسا وتذى إقامة مراقز عسكرية في المناطق الساحلية وقد بقيت تانفيل تنصلا في الجزائر حتى سنة 1814 ميلادي فاستدعيا من طرف حتومته وأوتلت له مهام دبلوماسية أخرى بمدينة تونس وعين بيردوفال خلفا له سادسا مخطط تدينا 1802 ميلادي فتتحرره بتاريخ الثامن عشر أوت 1802 ميلادي في ستة أوراق بعنوان نظرة حول إيالة الجزائر رغبة منه في تلبية طلب نابوليوم إلى كل من له لإطلاع بأحوال الإيالة بتتابة تطرير عنها من أجل غزوها وتتسجل في هذه المضطئة كل ما يعرفه على الجزائر مبدئيا ملاحظات وارتراحات وآراء حول إمتعنية النزول وغزو الإيالة واحتلالها اعتمدت خطة العسترية للحملة البرية مرترحة النزول بضواح تنس ثم محاصرة الجزائر العاصمة بالاتفاق مع الأسطول البحري ليتمتن من فرض أمر الواقع على داع الجزائر يسلم الذهب وكل المراقب الحربية فتتمكن فرنسا بعدها من جعل الجزائر دولة متحضرة وتجارية وقد حدد عدد الجنود المشائطين في الحملة ما بين 30 ألف وخمسة وثلاثون ألف رجل غير أن هذا المخطط لم يطبق وقتها لظروف دولية تيدينا ولد في مدينة أوزيس بمتاطعة لوندرو دور بفرنسا سنة 1757 ميلادي وفي سنة 1779 ميلادي أبحر من مدينته مالارد على متن مارتب إسباني إلى مارسيليا لنقل براميل الخمر وفي عرض البحث تمتنت الجزائر من أسره لأنها تانت في حرب مع إسبانيا وذالت يوم 1779 ميلادي بعد إطلال صراحي عاد إلى فرنسا بلده الأصلي ومنها انتقل إلى السيقلية وقضى في أربع سنوات وفي سنة 1789 ميلادي عين نائب تنصل بمدينة ميسين في جزيرة السيقلية وفي سنة 1779 ميلادي عين من دوب العلاقات التجارية بمدينة صافون الواقعة بمتاطعة لفرونيا الشمال إيطاليا سابعا مخطط بيرج 1802 ميلادي أرسل القبطان بيرج إلى الجزائر بهدف التجسس أرثر من مساعدة هولان بحجة إيصار رسالة ثانية بعث بها القنصل الأول إلى الداي وتانى آخر انذر وهذا بعد عشرة أيام من ذهاب هولان إلى الإيالة أي في السابع والعشرون جولي 1802 ميلادي تم أصدر نابوليوم أوامر بريج تقضي باستغلال وجوده في الإيالة حسن استغلال تيتمتن من الاطلاع على وضعيتها البحرية والأسترية ثامنا مشروع طولي في العاشر أوت 1827 ميلادي تناول طولي فيها الوضع الأستري والبحري للإيالة مؤكدا أن لجوه فرنسا إلى حملة بحرية سيتون مآلها الفشل الذاري مشيرا إلى مضطرة القنصل العام بيردوفال لإثبات رأيه مضطرة أن الجزائري لم يعتنوا بالتحصينات البرية مشيرا إلى مشروع بوتان وضرورة استشاراته حل النقاط التي تتعلق بتحصين المناطق الداخلية بالتحديد لأنها لم تتغير منذ استصلاح بوتان لها واستشارة التبطان دوبوتيتوار التبطان بريج هو أحد الأعضاء الخمسة في اللجنة العسترية التي توانتها وزارة الحربية يوم الواحد والثلاثون جولي 1828 ميلادي والتي طلفت بدراسة مشروع غزو الجزائر بعد الحصار البحري الذي ضربته فرنسا على الجزائر عام 1827 ميلادي إضافة إلى أنه من القائد البارزين في الحملة لسنة 1830 ميلادي وصل إلى الجزائر على متن سافينة لاموتين وبعد ذايتا الشرع في مهمته التجسسية جوزيف طولي طائد سافينة لابروفينس وذايتا في العاشر أوت 1827 ميلادي وهو الذي أوتلت له مهمة فرض الحصار البحري في السادس عشر جوان 1827 ميلادي إلى غاية 1830 ميلادي تاسعا مشروع اللجنة العسترية في العاشر من الشهر العاشر سنة 1828 ميلادي عمل وزيريت على التشتييل لجنة ووضع أرضية للحملة وقام برسم خطط عستري لتضمير والسطو على الجزائر وتان رئيس اللجنة لوفريد وهي متونة من خمسة أعضاهم الجينيال فلاري الذي تان من بين القادة العستريين التبار والبارون بريج الذي قام بمهمة استطلاعية لتحصينات المدينة وخليجها بأم بوتان وتان ذايته في سنة 1802 ميلادي أرنولد توينبي والأمير ماطو تضمن المخطط عدة محاور أساسية منها أهداف الحملة تشتييلات ومعدات الجيش البر والبحر الفرنسي المزعم إرسالو للجزائر قيادة العتان والمصالح لدارية المشائطة وقطع الوسطول المخصص للنق وتحديد نرطة التقاط تشتييلات الحملة والزمن المناسب للحملة وترضي النفطات المالية ونرطة النزول وأخيرا العمليات العسترية بعد نزول الجيش على الشاطئ الجزائري وتان الهدف من هذا المشروع واضحا وهو الاستلال مدينة الجزائر وعلى حسب ما تم الإطار به من قبل اللجنة وتان أرصح حد يمتن لدي أن يجمعه من رجال الحرب وهو خمسون ألف رجل منهم عشرة آلاف إلى إثنة عشر مشات والأماكن التي ترتز عليها القوات أثناء الهجوم تطلعت مولاي والقصبة مع أفضلية انطلاق الحملة منتصف شهر أفريل والعودة نهاية شهر أوت لأنه مناسب للحرب لهدى البحر بالسواحل الجزائرية عاشرا مشروب بولينيارت محمد علي 1829 ميلادي استقبل بولينيارت في العاشرة 1829 ميلادي عندما كان وزيا للخارجية بحثة فرنسية قدمت من مصر تحمل مرتراحات أطلق عليها فيما بعد اسم مشروب محمد علي لحل قضية الجزائر ويقضي هذا المشروب أن تتحرك قوات مصرية يعززها الأسطول الفرنسي من البحر لغزب طرابلس وتونس والجزائر عندما ارتراح التنصل الفرنسي في مصدور فيتي على حتومته في عام 1826 ميلادي أنه بإمتان محمد علي القيام بالحملة بدلا من فرنسا بينما تقتصر مهمة فرنسا لمساعدته ماليا وديبلوماسيا رفض محمد علي الفترة لأنه ارتنع بها بعد محاولات من الطرف الفرنسي غير أن الحتومة الفرنسية أبدت مخاوفها مما سوف يحدث مستقبلا فلم تقابلها بجدية بعدما عرض عليها دورو فيتي وبسبب إصرار هذا الأخير فقط تم طرحها من جديد سنة 1829 ميلادي في شرح المشروع مفصل مبينا طريقة التخلص من الأرطاء المغربية بواسطة محمد علي لتمتعه بتامل الإمتانيات المادية والبشرية للقيام بمثل هذه المهمة لقي المشروع قبولا من الطرف الفرنسي وبعد مفاوضات وبحث سبل تنفيذها تم الاتفاق على قيام محمد علي بحملة بقيادة ابنه إبراهيم دون اشتراط الجيش على أن يتنازل مالك فرنسا لمحمد علي على أربعة سفن حربية ذات ثمانون مدفعا وأن يطرده عشرون مليون فراند وتان هذا متناقضا للتعليمات التي أصدرها بولينيارت إلى مفاوضه في ميسر فحدث اختلاف بينهم لرفض فرنسا التسليم أربعة بوايج من أسطولها معتبر ذات آمانة لشرفها تم تعديل المشروع من قبل بولينيارت لاتين محمد علي رفضها كل اقتراحاته ويرجع أن السبب الحقيقي إلى تدخل إنجليترا في إفشال المشروع وفاشل المشروع لا بسبب التهديد البريطاني فقط وإنما بسبب معارضة وزير الحربية والبحرية الفرنسي ورفضهما إطحام محمد علي في قضية الجزائر وتانت الخطة العسترية لمحمد علي تعتمد على اجتياز الجيش المصري والصحراء الغربية وانضمام البدوى العرب مما يعزز طوات العسترية ثم الدخول للجزائر وضرب حصار بحري محمد علي هو مؤسس مصر الحديثة وحاتمها ما بين 1805 إلى غاية 1848 ميلادي استطاع أن يتولى عارش مصر وقد عدى مشروعا يسمى باسمه سنة 1829 ميلادي المبحث الثاني الوضع العام في الجزائر عشية الاحتلال الفرنسي أولا العوضاع السياسية خضاعة الجزائر للحكم العثماني شبه المباشر خلال مراحل الفتح التوتي 1514 ميلادي إلى غاية 1544 ميلادي وحكم البايلر بايت 1544 إلى غاية 1587 ميلادي والبشوات من 1587 إلى غاية 1659 ميلادي لأنها بدأت تانى عن الدولة العثمانية بعد استيلال أغاوات وهم طادت الانتشاري على السلطة عام 1659 ميلادي فوهنت صيلتها باسطنبول وتعزز ذات الاستقلال في مرحلة الدايات من 1671 إلى غاية 1830 ميلادي وتميزت العطود الأربع الأخيرة للعهد الأثماني من 1790 إلى غاية 1830 ميلادي بعدم استطاع النظام الحكم والفساد ومنها قطاع الحكم الساوب حيث تولى الحكم خلال هذه الفترة ثمانية دايات اغتيلة منهم ستة إن الظاهرة البارزة التي ميزت الفترة الأخيرة من العهد العثماني عن سابقتها هي انتشار موجة من الاضطرابات في مختلف أنحاء البلاد مما تسبب في عدم استطاع نظام الحر وكل نظام من هذه العنظمة عرف ميزة خاصة به ففي أهد الدايات وضع الأطرار ديوانيين ديوان خاص وديوان عام فالديوان الخاص هو المجلس التنفيذي للدولة يترأسه الداي الذي ينتخب من قبل الأطرار لمدى الحياة ويتم بحكم مطلق ويساعده في مهامه خمسة موظفين سامين من الأطرار بمثابة وزراء وديوان عام وهو المجلس التشريع يتكون من الموظفين السامين وكله من الأطرار وتمثل عهد الدايات بعودة رياس البحر الذين تغلبوا على اليولداش وطعموا حتما جديدا وهو نظام الدايات وذلك بانتخاب دائل الحتم يحكم البلاد من قبل المجلس على أن يستمر بالعمل مدى الحياة لحين سطوط الجزائب بيد فرنسا لسنة 1830 ميلادي ورغم ذلك فإن الفترة الأخيرة من العهد العثماني عرفت نخبة من الدايات كانت في مستوى الأحداث إذ كانت تمتاز بتفاعلية وقدرة قوية في تسير أمور البلاد واستطاعت أن تصمد رتحا من الورد أمام التحديات التي طرعت على المساحة الداخلية والخارجية ونصبر منها علي خوجة من 1817 إلى غاية 1818 ميلادي الذي حتم مدى تصير جدا لا تتجاوز ستة أشهر لكن مدته كانت حافلة بالأحداث الهمة فقد أدرات الأخطاء التي كانت الانتشارية تشتل على وجود الدولة الجزائرية فتطرر رابط الحزم حربتها وتطع الصلة بينه وبينها فإن عصر الدايات من 1671 إلى غاية 1830 ميلادي هو عصر القوى العسترية والحاتم هو الذي يختار وزرائه بحرية أمة ويشكل مجلس الدولة بأسلوبه الخاص لكن إنصافا للحقيقة ينبغي أن نقول بأن نفوذ الجيش البحري الرئيس وإزدياد نفوذ الدايات لم يخدم أبناء الجزائر الأصليين ولم يستجب لمطالبهم ورغم حالة عدم الاستقرار التي ميزت هذه الحربة بوجه عام فقد نجحت الدايات الأقوية في أن يعيد سلطة مظهرها القوي وهيبتها ومن هؤلاء الحاج علي باشا 1818 إلى غاية 1830 ميلادي وشهدت البلاد عهد الداي لآخر استقرارا سياسيا إذ دامت ولايته 12 سنة ثانيا الأوضاع الارتصادية كان هذا الجانب محل اهتمام الكثير من الباحثين مثل الناصر الدين السعدوني وإبن شنه ونوشي حيث بيّن أن الحياة الارتصادية في الجزائر خلال العهد الاثماني كانت تقوم على الضرائب والحرف والبضاع والأسواق والوقف وموارد البحر ويمتن الوطوف على أهم مميزات ارتصاد الجزائر خلال التعرض للنشاطات الارتصادية الرئيسية للبلاد من زراعة والصناعة والتجارة ألف الصناعة إذ ظهرت خلال المئة وخمسين الأولى من العهد العثماني بفضل المهاجرين أندلوسيين الذين اصطحبوا مهاراتهم الحربية التي طوروها في بلادهم المفقودة فارتكزت الجزائر على الصناعات اليدوية مثل صناعة النسيج والأحذية والدباغ والسروج والخشب والزباج ومواد البناء والسفن والزخف والسلاح والبارود والمواد الغذائية إلى آخره هذا بالإضافة إلى الصيد السمك وكانت جل النشاطات الارتصادية متماكزة بالمدن الكبرى مثل صناعة الأغطية الصوفية والأحزيم الحمراء بتلمسان والبرانيس والزرابي بطلعة بني راشد والأدوات الجلدية والأقميشة بمازونا ومهن الحدادة وصناعة الأسلحة والفضة بمناطر جرجرة ومعالجة الأصواف والجلود وصنع السروج والجوهر برسنتينة وصناعة الحلي والأحذية والشواشي بمنطقة الجزائر ومع ذلك فإن مصنوعات الجزائر لم تكن تستطيع منافسة المصنوعات الأوروبية ولا حتى المغربية والتونسية والذين يناولون الصناعة التقليدية في المدن الجزائرية تانوا عادة من الحضر النازحين من الأندلس الزراعة فالزراعة تانت المورد الرئيس الذي يؤمن معيشة السرطان وتانت الأراضي الفلاحية شديدة الخصوبة تدر منتوجات تثيرة ومتنوعة من خضر وثواته بالإضافة إلى المنتوجات الزراعية الصناعية من قطن واتين وزيت أما من ناحية لإنتاج الفلاح بالإيال الجزائرية فقد احتضنت المنطقة بإنتاج نوع من المحاصيل حسب ظروفها الطبيعية والمناخية وأهم مورد فلاحي تانا مخصصا للتصدير هي الحبوب من طمح وشعير وتانت هذه المنتوجات تلبي حاجيات السكان والباقي يصدر إلى الخارج وتانت مظاهر ووسائل الزراعة تتمثل في المحراث البسيط والمنجل للحصاد وفرشات لجمع بطايا الزر كما تانت هنا تم خابه تحت الأرض للاحتفاظ بالحبوب من فصل إلى آخر أما لإنتاج فقط كان يتم سانة بعد أخرى لطلة الوسائل وإنعدام السماد فنواحي غيس ووران ومجانة ورسانطينا استهرت بإنتاج الحبوب التي تانت تمثل محصولا رئيسيا معدلا للاستهلات الداخل والخارجي ولذا عمل الباباليت جاهزا للاستلال الأراضي المنتجة للحبوب حتى أصبحت أملات الدولة بنواحي مدينتين سانطينا ووهران تغطي حوالي أربع وثمانين ألف هرتار عشية الاحتلال أما الأراضي التي تانت تنتج هذه الخيرات فتانت متسمة إلى أراضي العرش وهي ميلت للقبيلة وأراضي الميلت التبير التابعة للإرطاعية البورجوازية وأراضي فردية للأسر لم يكن نشاط الفلاحين مرتصر على الزراعة فقط بل يشمل تربية الحيوانات الأبطار والأغنام والمائز والخيول والنحل وتانى عدد الأغنام يصل أحيانا إلى سبع وثمانين ملايين رأس مما يدل على أن البلاد تانى تنتج تنمية تبيرة من اللحوم والأصواف والجلود جيم التجارة كانت المبادلات الداخلية محدودة نظرا للضعف الإنتاج وذيط الأسواق وإن خفاض الدخل الفردي وقلة المواصلات وفساد الإدارة وكانت تجرى في الأسواق الأسبوعية والموسمية التي تباع فيها المنتوجات الزراعية والحيوية فقد كانت الطرق الموجودة تقتصر على الربط بين أهم المراقز مثلا بين الجزائر وتلمسان عبر بوفاريك والبليدة ومليانة ووهران ورسنتينة ولكن بالرغم من عدم شبتات مواصلاتها ما يمتن القول بأن مجموعة مناطق الجزائر كانت تشتيل في سنة 1830 ميلاد سورة مشتركة وتانت لاختلافات بين المناطق من حيث الإنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي سببا أساسيا في قيام التجارة الداخلية وتانت المبادلات بين الريف والمدينة وبين المناطق الجبلية والسهلية وبين التل والجنوب أما التجارة الخارجية فإنها تانت تتم مع بقية بلدان المغرب العربي والأرطال عثمانية بين المشرق بالإضافة إلى الدول الأوروبية التي ما فتأت أهمية التبادل التجاري تتزاد معها شيئا فشيئا فنلاحظ معظم التجارة الخارجية تانت في أيديا جنة فقط تانت الدول الأوروبية وبالخصوص فرنسا تستورد الموارد الأولية المتوفرة بالبلاد الجزائرية بتميات تجارية الأصواف والجلود والشمع والزيتون والزيوت والحبوب مطابل تصدير الأشياء التمالية والترفيهية العطور والمصبرات من فرنسا والزليج من إيطاليا والعتاد الحربي من إستندنافيا والرصاص والأقميشة من إندليترا عن طريق جبل طارق ثالثا الأوضاع الاجتماعية يأتي ستاتي بالاجتماع للجزائر التنوع العطي من حيث الوصول للمجتمع الجزائري كان المجتمع الجزائري متتونا من الآترات وأم من الطابط الحاتمة وتضم في صفوفها الموظفين الساميين من السياسيين والإداريين والجنود بالإضافة إلى التراغل والسلتان الأصليين الجزائريين والسود والحضر الوافدين من الأندلس رفقة أطلية يهودية ويمثل المسلم 99% من السلتان أغلبيته من المذهب المالي وبلغ عدد السلتان الجزائري في مطلع عطان التاسع عشر ميلادي نحو ثلاثة ملايين نسمة عاش خمسة منها بالمئة تقريبا في المدن أهمها حوالي عام 1830 ميلادي و95% من السلتان الجزائريين كانوا يعيشون في الريف واشتغل أرثرهم بالحرف والتجارة وتعنى أغلبية السلتان ترطن الأريف وتتقسم المجتمع إلى طبطات تمثلت فيه أولا الطبطة الأستطراطية التوقية تعتبر الفئة التي سيطرت على الجزائر أثناء العهد الأثماني تعنى لها الصيب ونفوذ واسع في البلاد استطاعت الاحتفاظ بالسلطة لصالحها وإبعادها عن السلتان الأصليين ثانيا فيات التراغلة بلغ عددهم نهاية القرن الثامن عشر حوالي 6000 نسمة ثم تزايد عددهم بشكل ملحوظ في مدينة تلمسان وقد حرمت هذه الفئة من الامتيازات أو تولي مناصف الدولة أو حتى المشاركة في الجيش ثالثا المهاجرون والأندلسيون شكلوا قوة جارية هيلة بالجزار وساهموا مساهمة فعالة في تنمية التجارة وإدخال صناعة قيمة للبلاد مثل صناعة الأسلحة والتجارة وصناعة الخزف إلى آخره رابعا فيات اليهود تعامل اليهود مع الديوة مع قادة الجيش وهذا مرفع من شأنهم اشتهروا بعملية الصمصرة والقيام بدور الوساطة في المبادلات التجارية بينما تناقى ساعدت سكانها تثيرا بسبب الأوبية التي اشتاحت المدينة بين السنتين 1787 إلى 1791 ميلادي وزاد الطين بل الاحتلال الفرنسي الذي دفع بكثير من سكان مدينة الجزائر للهجرة وبداية انخفض عدد سكان المدينة إلى حوالي 25 ألف نسمة فقط أما المدن الأخرى فلم تكن أحوالها أحسن من مدينة الجزائر وقد اختلفت الإحصائيات حول عدد ستان الجزائر عند مدخل الفرنسيين فالمصادر الفرنسية تفتر ثلاثة ملايين نسمة وحسب مصادر الجاسوس الفرنسي بوتان فكان يقدر عدد الأتراك بالجزائر بنحو 10 ألاف نسمة وخمسة ألاف من الترغوليين رابعا الأوضاع الثقافية كانت الحياة الثقافية التي تتميز بالطابع الإسلامي هي التي تربط ربطا متينا محتما بين مختلف أصناف السكان وكانت تعمل عملها في صهر السكان حتى يشعر بانتمائهم لبلد واحد وأم واحدة عندما تتحدث عن الطابع الإسلامي للثقافة فليس المرصود والمحتوى الديني لهذه الثقافة فقط ولكن المرصود أيضا هو المحتوى الحضاري بما فيه من تعليم وتنظيم ثقافي وطضايا وعلاقات اجتماعية وفكرية حيث عرف الأهد الأثماني في الجزائر بالرطود الثقافي شأنه شأن بقية البلاد العربية فلم تكن هنا تحارة التحديد فترية ولا لانتفاضات علمية ذاتية متأثرة بالبلاد الأوروبية ورغم إن العربية ظلت لغة التعليم ولغة الشعب فكان إنتاج اللغة العربية يتادو ينحصر في الموضوعات الدينية والتعليمية وطليل من الشعر وكان التعليم الابتداء مرتصرا على تحفيظ القرآن وطليل من الفطر وذايت في الجوامع والزوايا المشهورة بالعاصمة والسنطينة والتلمسان ومازونة وبلاد القبائل ويقليم مضاب على وجه الخصوص ومهما يتم من شيء فقد أدى نظام الأوقاف إلى إيجاد نوع من الوحدة الثقافية لأنه كان المورد الأساسي للمدارس القرآنية والمعاهد والمساجد والمحاتم وطلت كان للسلطة العثمانية دورا في الحفاظ للتعليم ونشره والقيام بالأعمال الخيرية عبر المدارس والجوامع التي ساهمت في تعليم وتربية الأفراد فنجد مثلا المدرسة التابعة لجامع البطحة بالجزار والمدرسة الملحطة بجامع باب الجزيرة للتعليم الشباب العثمانيين أما المدرسة التشاشية فقد كانت ماتزا تعليميا متطورا وتشاهد عدة فرنسيين شاهدوا الجزاء في فترة الاحتلال أن الأمية كانت منعدمة تقريبا في الجزار وإن ستان الجزائي قد يتونون أرصى الثقافة من ستان فرنسا وكل الناس يعرفون الكتابة والحساب خلاصة الفصل وفي الأخير نستنتج من خلال دراستنا للمخططات الفرنسية للاحتلال الفرنسي للجزار وأوضاع الجزار عشية الاحتلال أن طموح فرنسا للاحتلال للجزار يعود إلى أهد الملك الويس الرابع عشر وتواصلت لتعريف تطورا تبيرا في أهد نابوليون بونابارت الذي أرسل أفضل جواسيسي للجزار لمعرفة طريقة الاحتلال والدخول العستي إليها وتما شهدت فترة شارل العاش العديد من المشاريع المتتالية التي كان هدفها واحد ومن أهم هذه المشاريع المشروع الثاني دوترسي ومخطط الجاسوس بوتان أما بالنسبة للأوضاع لاحظنا بأن الأوضاع الاقتصادية كانت متدهورة مما تسبب في ظهور مجاهات وانتيشان مختلف الأمراض والأوبياء مما أثار سلبيا على الحالة الصحية للستان وإن المجتمع الجزائي لم يتم مجتمعا طبقيا كما تطور كثير من الكتابات الأوروبية خاصة عشية الاحتلال الفرنسي للجزار يعالج هذا الفصل الأسباب التي أدت بفرنسا إلى شن حملة أسترية سنة 1830 ميلاد على الجزائر وأهميتها من هذا الاحتلال ومجرأيات معاطر التستوالي وإحداثياتها وبعدها وتترسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث تناول المبحث الأول أسباب الاحتلال الفرنسي للجزائر سواء الأسباب المباشرة أو غير المباشرة أما المبحث الثاني فدرسنا فيه استعدادات الطرفين للمعرطة ومدى استعداداتهم للحرب أما بالنسبة للمبحث الثالث درسنا تعيفية سير معرطة التستوالي وتعيفتانة نهاية المعرطة المبحث الأول أسباب الاحتلال الفرنسي للجزائر أولا الأسباب الغير مباشرة أولا الأسباب السياسية وتتمثل في اعتبار حكومة الرئيس في الجزائر تابعة للإمبراطورية الأثمانية التي بدأت تنهار والدول الأوروبية تتهيل للاستيلاء على الأراضي التابعة لها وخاصة أن الفرنسيين كانوا يعتقدون أنهم سيحصلون على غني ما تقدر به 150 مليون فرنسي توجد بخزينة الداي كما أن شارل العاشر ماليك فرنسا كان يرغب في خلق تعاون وثيق مع روسيا في حوض البحر الأبيض المتوسط حيث يعتبر في نظر ماليك الفرنسي تابع للإمبراطورية الأثمانية المنهرة سعية حتومة شارل العاشر رجعية 1824 إلى غاية 1830 ميلادي إلى إلهاء الرأي العام الفرنسي عن مشاكل فرنسا الداخلية بقضية خارجية وتحقق نص سياسي على المعارضة الليبرالية وإبعاد الضباط المشتور في ولايهم لذلك ساعت إلى توطيع العلاقات مع الجزائر واختلاق ذريع لغزوها وأعزت إلى تنصلها بالجزائر بالسعي إلى إفساد العلاقات مع حدومة الداي لترديم على عمل قد يتيح لها مبررا للعدوان تدهور الوضع الداخلي بفرنسا بطول جوانبه السياسية والاتصادية والاجتماعية فقد وجد قادة الأسرة المالتية وقادة الجيش في مشروع احتلال الجزائر طريقا ناجعا لصرف اهتمام الشعب الفرنسي إلى خارج البلاد وتصريف نقمته ضدهم وإلهاء بداية المشروع تطلع فرنسا إلى التعويض عما فقدته من مستعمراتها ومراتس في أمريكا الشمالية والهند وغرب إفريقيا السينيدال عقب حرب السنوات السبع 1756 إلى 1763 ميلادي ضد بريطانيا وتذايت الأراضي في أوروبا بعد حروب نابوليوم ضعف طوة الجزائر الأسترية خاصة بعد تحطم الأسطول الجزائر في معاة تنظرين عام 1827 ميلادي ثانيا الأسباب الاقتصادية تطلع فرنسا إلى ثروات الجزائر الزراعية والمعدنية وأسواقها التجارية خاصة بعد انطلع ثروتها الصينعية حول العام 1825 ميلادي وهو العام الذي رفعت فيه بريطانيا الحظر الذي كانت تفرضه على تصديل آلات الجديدة إلى الخارج وما سمح لفرنسا بالإفادة منها وتقليدها وذلك ما يستشف مما ورد في تقرير وزير الحرب الفرنسي الجنات ليموت تونير إلى شارل العاشر في سبتمبر 1827 ميلادي من أنه توجد مراسي عديدة للسواحل الجزائرية الطويلة التي يعتبر الاستيلاء عليها فائدة تبيرة تم تحتوي أراضيها لمناجم غنية بالحديد والرصاص ويتوفر فيها الملح والبارود بتنمية هائلة وتوجد في شواطيها ملاحات غنية وإلى كل هذه الثروات توجد التونوس المتدسة في قصر الدي وهي تقدر بأرثر من 150 مليون فراند طمعها في وضع اليد على خزائن القصب الطافحة بالذهب وتقدرها الفرنسيون بعد الاحتلال ب48.7 مليون فراند ذهبي والراجح أنها لم تكن تقل عن 100 مليون فراند والدافع الرئيس الآخر والرغبة في تحقيق أرباح مالية وراء الغزو الذي يتوتى وانيتون بسفطة تما أنها تانت ترى في غزوها للجزائر فرصة لتعويض ما فقدته من مستعمراتها الواسعة في طاند وأمريكا الشمالية والهند بأسيا إن الجانب الاقتصادي قد لعب دورا قويا في إقدام فرنسا على احتلال الجزائر ويظهر هذا بوضوح في الدراسة التي نشرها السيد تاليرات في شارج ويليا من عام 1727 ميلادي والتي كان عنوانها محاولة حول الانتيازات التي يمكن الحصول عليها من جرى إنشاء مستعمرات جديدة في الظروف الحالية ثالثا الأسباب الأسترية إن انهزام الجيش الفرنسا في أوروبا وفشله في احتلال ميس والانسحاب منها تحت ضرابات القوات الإنجليزية في سنة 1801 ميلادي قد دفع نابوليون بونابارت أن يبعث بيح الضباط إلى الجزائر في الفترة الممتدة من الرابع والعشرون ما إلى السابع عشر جولي 1808 ميلادي لتيضاء خطة عسكرية تسمح له بإقامة محميات فرنسية في شمال إفريقيا الممتد من المغرب الأرصى إلى مصر وفي عام 1809 ميلادي رام هذا الضابط العسكري بوتان بتسليم المخطط العسكري لاحتلال الجزائر وارتراح فيه على الإمبراطور الفرنسي أن يحتل مدينة الجزائر عن طريق البر ثم التوسل للاحتلال في بقية أراضي الجزائر لأن بقية المتاطعات الجزائرية سوف تتعاون فيما بينها وتطيح بالسلطات الفرنسية في الجزائر العاصمة وعندما انهزم نابوليون في معاقة واترلو سنة 1815 ميلادي وتحالف الدول كبرى ضد الجيش الفرنسي في أوروبا شعر مالد فرنسا أنه من الأفضل أن يعتمد على سياسة التوسط في إفريقيا ويعمل على انشغال الجيش بمسائل حيوية تتمثل في إمتانية قيام الجيش بإنقلاب ضده في فرنسا وتذايت الصراع التقليدي بين فرنسا وإنلترا حول الاستيلاء على مناطق النفوذ الغربي للبحر المتوسط إذا دراتت الدولتان منذ ورث مبارك الأهمية الاستراتيجية التي كان يتمتع بها ساحل شمال إفريقيا ومما زاد اهتمام فرنسا بالمنطقة استيلاء إنلترا على مذير جبل طارق حيث كان يشكل خطأا دائما على فرنسا مما جعلت الجزائر طاعدة بحرية أمامية تساعدها على القضاء على تفاور إنلترا رابعا الأسباب الدينية كانت فرنسا تشعر بأنها حامية للتثولتية وإن تحقيق الانتصار على حساب الجزائر هو بمثابة انتصال المسيحي على الإسلام وهذا ما نفهمه من طوط ليومون دي طونير أيام الحصار وترى في احتلال الجزائر عاملا همما أزدت به للعالم المسيحي وشعوب البحر أبيض المتوسط خدمة بيرة فالعامل الديني في الاحتلال نلمسه من الدور الذي لعبه رجال الدين في الحملة وتصريح الماليشا العاشر في خطاب العرش يوم الثاني مارس 1830 ميلادي إن العمل الذي سأطوم به ترضية للشرف الفرنسي سيتون بمساعدة العالية القديل لفائدة المسيحية لها أما الجينة بورمون فعندما دخل القصبة تغنى بنشوة الانتصال طائلان مولاي لقد فتحت بهذا العمل بابا للمسيحية على شاطئ إفريقيا وراجعون أن يكون ذايت بداية لازدهار الحضار التي اندثرت في هذه البلاد ويرى العديد من الأوروبيين أن الاحتلال الفرنسي ساهم في خدمة المسيحية وذايت بقضايا للترصنة وتخليص المسيحيين الأسرة وعملت فرنسا على تطريح زعامتها للتنيسة التاثوليتية وخلفت الثار لماليتي الويس التاسع الذي هلت أثناء قيادته الحملة الصليبية الثامنة على تونس عام 1270 ميلادي التعصب بالدين لدى عضا حتومة البوربون ذات النزع التاثوليتية ثانيا الأسباب المباشرة أولا قضية الديون إن أحد الأسباب الأولى لهذه الحرب والمطالبة التي تقدم بها بطري للحكومة الفرنسية فيما يخص ديون يرجع تاريخه إلى الثورة قبل عهد الإمبراطورية ترتبت عن تزويدات في مادة الحبوب وتانى بطري وبوشناق يهوديا من الفرنس مطيمة بمدينة الجزائر وتانى قد احتطى لصالحهم الجزال أكبر من التجارة الجزائرية وتانى يلعبان دورا سياسيا هما في المملة حيث أنهم مطلوا الحكومة الجزائرية في تسديد الديون التي تانت على فرنسا عن أداة ثمن الحبوب التي استوردتها من الجزائر في عهد حتومة الديكتور بفض مبالغ من الأموال وقت تراتمت هذه الديون وزادت مع مرور الزمن منذ حملة نابوليوم على ميس وإيطاليا لأن الجزائر في ذات الوقتانة الممول الرئيسي لفرنسا طادرة على توفيع الغذاء لجيوشها وفي سنة 1819 ميلادي عينت الحكومة الفرنسية لجنة ربعية لدراسة الدين الذي على فرنسا لرعاية الجزائر اليهود ولما أن المحاسبة لم تقع بسبب المماطلة وأن الدين بقي ثابتا تراتمت الفوائد إلى أن بلغت الديون زمان عودة الحكم الملك ما يبلغ 24 مليون فران لات هذا المبلغ خفض شيئا فشيئا إلى أن صار 7 ملايين فقط نتيجة مطالبة أطراف أخرى بديونها التي على أسرة بقي وبوشنار لات المضطئة التي أصدرتها الحكومة الفرنسية في 28 أرتوبر 1819 ميلادي قد أتدت أن مالك فرنسا عازم على إرضاء مطلب باشا الجزائر للمحافظة على العلاقات الودية بين الجزائر وفرنسا دفعت الحتومة الفرنسية 4.5 مليون فرانت لبتري ووضعت في صندوق الوداء مبلغ 2.5 مليون فرانت هذا المبلغ مخصص لديني بتري تانى الدين بعلم أنه دين لبتري لأن الجزء الأطباء من الحبوب التي زودتها اليهوديان فرنسا لم يتفع قيمتها تانى حبوب الدولة الجزائرية مع العلم بتري لم يتفع شيئا للدين وتانى اليهوديان يعيدان الدين دائما بتسديد ديونه عندما يقبضان مستحقاتهما من الحتومة الفرنسية لما علم الدين حسين بخبر تسوية دين بتري اغتاضى واتهم الحتومة الفرنسية السونية وصب غضبه على التونسل دوال فقد تانى على طناع من أن التونسل تانى يتصل ببتري للاحتيال على الدين واتهامه بالحصول على رشوة تبيرة لتسوية دين اليهودي بتري وطالب فرنسا بتونسل آخر ولذلك طلب الباشا من فرنسا استدعى تونسلها ودفع الدين الذي لبتري له شخصيا ولكن فرنسا بدلا من أن تسمي تونسلا جديدا وهو إجراء متبأ وترتب إلى الباشا بخصوص الدين أرسلت سفينة حربية للجزائب قيادة الضابط فلوري طالبة من الباشا دفعت عوضات معينة ومدعية عليه إدعاءات مختلفة يبدو أن الحكومة الفرنسية قد اعتمدت طريقة جديدة في التعامل مع الحكومة الجزائرية وهي عدم الرد على مراسلاتها بهذا الشأن فلم ترسل جوابها على الملاحظات التي أبدأها الدين حسين باشا عند استقباله للتونسل دوفال في نهاية شهر 1821 ميلادي كما لم ترد على الرسالة التي بعثها وزير البحرية والخارجية في شهر سبتمبر من نفس السنة باتري هو لقب لأسرة يهودية قدم رئيسه الأول إم زرطوت من ليفرون إلى مدينة الجزائر سنة 1770 ميلادي وتانا للزرطوت هذا أربعة أبناء أسسوا في مستهل العرض الثامن من السلطان شريطة تجارية لم تلبث أن اتسعى ناشاطها وصارت تتعامل مع الخارج وأهم ما قامت به تزويد فرنسا بالحبوب والاندماج مؤسسة أخرى يهودية تانا يعطودها حافيد إم زرطوت السيد نفطالي بنجاح أما الإخوة بتريفهم يوسف ومردوشي ويعطوب وسليمان ثانيا حادثة المروحة لقد جرت العادة أن يقوم تناصل الأمم الأجنبية في يوم العيد بالفط بزيارة بروتوتولية لديل جزائر ففي تاريخ 30 أفريل 1827 ميلادي أي عشية ذالت العيد ذهب التنصر لتهنيات الدي حسين باشا في قصر القصبة وبعد تبادل التحية وعبارات التهنية قال الباشا ولماذا لما تلقى إلى الآن جوابا من الملك عن إسالاتي المتعلقة بتصفية حساب الدين فتعمد القنص الدوفال العجرة فتما عمر وقال وهل تظن أن جلالة ملك فرنسا يتنازل لجواب داير جزار فاغتاض الباشا لذايت وتانت بيده من الشيانش بها الذباب فضربه بها وشتماه ثم رجع القنصل لداره وسكت ولم يفشي شيئا من ذلك إلى أن فشل الخبر وسمعه بعض القناصل فيجتمعه وبعثوا للقنصل الفرنسي وسألوه فأخبرهم بالواقع فوجم الجميع ويتمهم أن الحادث متعمد ووقف الباشا وسط الديون يرد الإهانة المرصودة وقال للقنصل اخرج أيها الكلب وأشار بمروحة من الريش كان يحملها إلى الباب فإدعى القنصل أن الريش المروحة تدلبس وجهه وخرج صاخبا محتجا وهكذا حقت دوفال مفتغاه إذ اعتبرت فرنسا حادثة المروحة يهانة لشرفها وطالب الاعتذار والتعويض هذه شهادة عيان جزير هو السيد حمدان بن عثمان تكون تدوينت في مناسبات أخرى وأن الديون تدعت تزال لدوفال بحضور عضا ديوانه تون تليماته طالما تدرت شعوره فجعلته لا يتحتم في عصابه في لحظة غضب وبالتالي ضربه بالمروحة الدي حسين باشا هو آخر الديات تولى الحط مرغاما سنة 1818 ميلادي وتان رجلا عالما وشجاعا حتيما في عهده وصيبت البليد بززال ووطعت حادثة المروحة والحصار سنة 1827 ميلادي ثم الاحتلال سنة 1830 ميلادي أطبر خطاة تتبه أثناء ولايته وسماعه للواشيين في طضية يحياغا الذي تانى أطبع طائد عسكري عرفته لإيالة في أهد الأغوات والدايات التونسل دوفال هو آخر تونسل فرنسي في الجزائر قبل الاحتلال تانى في نفس الورد تاجرا تورط في تاثيم من التضايا مع محلات باتري وبوجناه لقد تانت مواقفه الشخصية من الأسباب التي زادت الوضع تعفنا عندما وطعت الأزمة الآخرة بين الجزائر وفرنسا المبحث الثاني استعدادات الطرفين للمعرقة أولا الاستعدادات الجزائرية تانى حسين باشا على علم تفاصيل الحملة قبل وطوعها ولكن يبدو أنه لم يكن على علم متى نزولها فقط تانى يعتقد أنها لن تتعدى الضرب من البحش أنواشان الحملات الأوروبية السابقة تانى تانى الدائقة تخصص مرتبات لعدد من الجواسيس في طول من إيطاليا ومارسيليا وطولون وباريس فنقلوا إليه ذات يوم خبرا مفاجئا وقد أتدى صحة هذا الخبر سفينتان جزائريتان فعشية نزول القوات الفرنسية لم يكن هناك أي استعدادات خاصة عند السيد فرج سوى على مستوى القوات البرية والمتفاعية تما لم يتمي قامة أي تحصينات بها ولما وصل إلى الدائقة أخبار نزول الجيش الفرنسي بسي ديفرج أمر بإطلاق المدافع إذانا بالخطر وطلب من قواته التي كانت تعصر في طرية تستوالي مصطفى والي الموجهة لشبه الجزيرة أن تستعد للمطاومة وتانى يعتقد أنه سيرضى بسهولة على القوات الفرنسية بعد أن يتم تجمعها ويتمل عددها على البر ولات حين بلغ حسين باشا أن جيش فرنسا قد ينزل فعلا في سي ديفرج وأنه في طريقه لضرب العاصمة من البر أخذه الخوف مما أدى إلى حسين باشا إلى الباثل القبال والغرب يخبرهم بالنواة العديانية التي يضمرها لهم الفرنسيون ويأمرهم بأن يستعدوا ويتونوا رهن الإشارة فأجبوا بأنهم مستعدون وبأنهم لا ينتظرون سوى أوامر الباشا ليسارعوا لنصرته فجنوده الانتشاريون الذين كانوا يشتلون جيشه النظام لم يتونوا يتجاوزون ستة آلاف رجل وهي قوة صغيرة لا تدفي حتى للإبقاء على الأمن والنظام محليا فأخذ يحشد القوات اللازمة وأرسل حسين باشا المراصيل إلى داخل البلاد يدعو إلى الجهاز ضد الفرنسيين واستجاب لندائه ووعده بير سنطين بثلاثون ألف محارب وحسن باي وهران بستة آلاف بقيادة الخليفة نظرا لإكبر سن الباي ومصطفى بومرزار بعشرون ألف محارب وبلغ عدد الرجال الذين كانوا تحت تصرف الدائح حوالي خمسة وثمانون ألف رجل منهم ثلاثة عشر ألف من بيلة الشرق وستة آلاف من بيلة الغرب وما بين ستة عشر وثمانية عشر ألف من بلاد القبائل لكن المشتل التابع الذي كانت تعاني هذه القوات هو سوء التسليح وسوء التنظيم والقيادة وأمر الباشا تذايت بإحصال عمال لمدينة الجزائر وبأن يرسل للحصن للمساهمة في المناورات المدفعية جميع القادرين وبأن يعين طايد على راس فيلق وأسند القيادة على هذه القوات جميعا إلى صهره وحفيده لغا إبراهيم الذي لا يعرف شيئا في الشؤون العسترية وليس لديه خبرة في شؤون الحرب فقد أرسل له المخطط الفرنسي وأخبر بالمتان الذي كان ينون النزول إليه تم وحيط علما بالعدد الصحيح فيما يخص متوينات الجيش من سفن وجنود وعلى الرغم من هذه المعلومات المنجية فإنه لم يعد أي شيء ولم يتخذ أي نوع من التدابير ولم يعطي أي أمر بل إنه عارض اقتراحات زملائي أمثال الحاج أحمد بير سنتينا بعدم تعريض الجيش توله في لطاء واحد مع العدو وقد تلقى تول جندي من إبراهيم عشرة رصاصات فقط تانت في نظره تدفيل الإطاحة بنصف الجيش الفرنسي وتان يدعي أن الجزائريين القبائي سيزعمون الفرنسيين على الفرار منذ نزولهم على الأرض ولكنه لم يصدر وامري لهؤلاء الجزائريين لتيات من بواديهم لمواجهة العدو بسدي فرج فتان جيشه متولا تما يقول خوجة من أهالي متيجة الذين لا يعرفون سوى بيع الحليب ولم يحظى الآغة تحظير لازم للمواجهة في هذا الصدد يقول حمدان تان إبراهيم الآغة يريد محاربة الفرنسيين بدون جيش منظم ولا ذخيرة حربية ولا مؤن ولا شعيل الخيل وبدون أن تكون له القدرة الضرورية للقيام بالحرب وفي سيدي فرج لم تحظر المدفعية ولم تحفى الخنادق ولم يتن هنا تسوى 12 مدفعا تان الآغة السابقة بنصبها في بداية إعلان الحرب وفي اليوم الذي وصل فيه الجيش الفرنسي لم يتن تحت تصرفه سوى 300 فارس وعدد قليل من جنود بيت سنتينو بينما تان بيت تيتري لم يصل بعد وقد وعد بعشرون ألف فارس منهم عشرة ألاب برماحهم ولات حين وصل إلى الميدان لم يأتي معه بأرصى من ألف رجل وتانت هذه القوات مجتمعة في معصر الصوالي وحسب بيرزين فإن مخطط إبراهيم آغا لهجوم التاسع عشر جوان تانى واسعا ومحتما وأن نقطة الهجوم اخترت برازانة وعلى الرغم من الجزائرين يسددون أحسن من الفرنسيين وأن بندقيتهم تقضيف إلى أبعد من بنادق الفرنسيين وأنهم تانوا يتمتعون بشجاعة أبيرة ويستخفون بالموت فإن مدفعيتهم تانت غير عصرية ولم تستعمل بشد جيد ولم يتنجيشهم يتمتعوا بالانسجام وفي الصباح توجه لاغا وحاشيته والمرافقون إلى السيديفرج وبقي المطس شاغيرا ليس فيه على أرثى تقدير إلا حوالي أربعين شخصا لحماية الأمتعى وكانوا بدون أسلحة ولا يملكون أي وسيلة دفاعية عندئذ اقتنعت بنفسي أن قيادة الجيش أسندت لرجل لا يعرف الفن العسكري واعتبرت لإيالة ضاعت ثانيا الاستعدادات الفرنسية شهدت مدينة طولون الفرنسية المطلة على البحر الأبيض المتوسط خلال فصل ربيع سنة 1830 ميلادي حركة غير عادية نتيجة للقرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية في شهر يناير من نفس العام وهو الذي ينص على ضرورة تجهيز حملة أسكرية للاحتلال الجزائر وصدورة الأوامر بتتوين ثلاث لجان لإعداد الحملة تعمل كل منها منفردة بناء على مخططات الجوسسة خاصة مخطط بوتان 1808 ميلادي ثم تجتمع سويا برئاسة بولينيار وتقدم تقريرا عن أعمالها أمام مجلس الوزارة وبعد أن وافق الماليشال العاشر على إصدار مرسوم مشروع لغزو الجزائر في يوم واحد فبري 1830 ميلادي وأصدر مرسوما عين بموجبه قادة الحملة فاختار الأميرالدو بيري طايدا عاما للقوات البحرية والجينيادو بورمون طايدا عاما للقوات البرية إلى أن المرسوم أثار ضجع عارمة في أوسط الشعب الفرنسي بسبب اختيار بورمون طايدا للحملة طامت اللجنة بجمع المعلومات من تتب الرحالة وأخبار الأسرى الأوروبيين والمذكرات التي تتبت عن الحملات السابقة ضد الجزائر من عام 1628 إلى غاية 1808 ميلادي وتانت تقدم تقاريرا إلى رئيسها الذي كان يعرض على مجلس الوزارة لمناقشتها وتوصل الأعضاء المتلفون بإعداد الحملة إلى تحديد متان إنزال الجنود فيختاروا منطقة سيد فرج الساحلية الواقعة غرب مدينة الجزائر والتي تبعد عنها بـ 30 كيلومتر الجينيادو بورمون تانى وزيلا للحربية في أهد شارل العاشر وتولى قيادة الحملة الفرنسية للجزائر وقد عزل بعد أقل من شهرين من احتلال مدينة الجزائر لأن انقلابا حدث في فرنسا أطاحا بعش شارل العاشر وجاء بالملك الويسليب 1830 ميلادي وخلال فترة التخطيط وفرت فرنسا كل الإمكانيات المادية والبشرية والمعنوية الضرورية لنجاح الحملة ووصل عدد الجنود إلى حوالي 40 ألف جندي بينما قدر عدد السفن بـ 675 سفينة منها 103 حربية وتجمعت القوات أواخي شهر أفريل في طولون ومرسيليا وإيرس ويذكر إدوارد أنه تم استعجار بعض سفن النطل من السواحل الإيطالية والإسبانية لتحميل وشحن العتاد الحربي كما تم الاتفاق مع إسبانيا بتسخير مستشوى مهون لخدمة المرضى والجرحة من الجنود الفرنسيين وقد كان شرط الوصول متنويا على نحو 11 سفينة حربية ضخمة وثلاثة مراتب مرتوعة و12 فقطة و14 حراجة بالإضافة إلى مراتب صغيرة و10 مراتب شحن مع 7 سفن تجارية للوصول الملت بنقيلاته وعددها 374 ناقلة و55 صندلا لنقل العتاد إلى اليابسة وتما قدرت تتاليف الحملة بـ 25 مليون فراند ولما انتهت فرنسا من تحضيراتها قام وللعهد بتفتيش القوات البرية والبحرية المرابطة في ميناء طولون قبل توجهه إلى مدينة الجزار وطبع الفرنسيون بيانا قام العملاء والجواسيس والطناصل بتوزيع عدة نسخ منه في أرجاء الجزار وتعانى الهدف الرئيسي من هذا البيان هو إضعاف معنويات الجزاريين واستمالاته من الصفوف الحملة وقد جاء في البيان المفتور أن الفرنسيين جاءوا إلى الجزار لتعديب الدي الذي يساء إلى شرف فرنسا وليس لاحتلال البلاد فطلبوا من الأهالي الإنظيمة من الفرنسيين والتعاون معهم ضد الآترات وأنهم سيحترمون المقدسات وأملات الأهالي واجتماعة القوات يتونى الانطلاق من ميناء طولون في الخامس والعشرون ماي 1830 ميلادي بعدما انضم إلى صفوفهم مجموعة من رجال الثقافة وهاتذا بحر الأسطول وبعد أن عرج على بارما لتبدأ عملية الإنزال التابير يوم الرابع عشر جوان 1830 ميلادي بشواطع سيدي فراج المبحث الثاني مجرايات المعركة أولا سير الحملة من ميناء طولون إلى سيدي فراج من الخامس والعشرون ماي 1830 إلى غاية الرابع عشر جوان 1830 ميلادي لما أكملت فرنسا استعداداتها العسكرية قام الملك شارل العاشر بترتيب القوات البرية والبحرية في ميناء طولون قبل توجهه للجزار تقرر أن تنطلق الحملة يوم الحادي عشر ماي أيرى أن زيادة الأحوال الجوية أجلت العملية إلى يوم الخامس والعشرون ماي كانت الانطلاق من ميناء طولون العستري الذي كان يشتل طاعد البحرية الرئيسية الفرنسية على البحر الأبيض المتوسط غادر الأسطول الفرنسي ميناء طولون في الخامس والعشرون ماي 1830 ميلادي متاجها إلى الجزار بجيش طوامي 37 ألف جندي وأربعة آلاف فارس و27 ألف بحر و103 سفينة حربية و572 سفينة تجارية فرنسية وغير فرنسية تحمل المؤن والضخائر والجنود وفي صباح اليوم التالي التقى الأسطول الفرنسي وهو في طريقه نحو الجزار فئة واحدة تابعة للأسطول الفرنسي الذي كان يحاصر مدينة الجزار والأخرى عثمانية كان على متنها الأميرال طهر باشا الذي كان يريد الدخول إلى مدينة الجزار لإقناع الديب تنفيذ مطلب الفرنسيين لكن طاعد الحصار منعه من بلوغ المدينة وصلت الحملة طريقها نحو الجزار في الواحد والثلاثون ماي وشهدت بواسطة المنظر من رأس طالصين الواقع غرب الجزار لكن الحملة غيرت نحو بارما بميوتا حيث توطفت في خليجيا لمدة عشرة أيام بسبب الأحوال الجوية السيئة ووصلت طلاعيها إلى شواطع الجزار في أوائي شهر يونيو فنزل الجنود إلى أرشب الجزيرة سيدي فراج غربي مدينة الجزار بثمانية وعشرون كيلومتر وذالت في يوم الثالث عشر من نفس الشهر وتانى الدائع على علم الحملة منذ ستة عشر كما تانى يعلم أن الإنزال سوف يتون في سيدي فراج لأنه لم يتصور هجوما بريا على مدينة الجزار وهذه الثقة التي منعته من تحصين سيدي فراج واستعمالة الإمتانياته وفي الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الرابع عشر جوان سارعت فيطة بيترزين الفيطة الأولى في النزول إلى البر في سيدي فراج وتتساعدها لذلك ضوى القمر وفي الساعة الخامسة كان الجزء الأكبر منها تداخذ مواقعه على البر دون أن يتعرض لطلقة واحدة وفي الساعة السادسة شرعت الفيطة الثانية بقيادة لوفريد في النزول دون أن تصادف صعوبة تذكر ثانياً معرقة استوالي انطلقت القوات الجزائرية من مواقعها عند معسكر استوالي صبيحة يوم السبت التاسع عشر جوان مستغلة في تقدمها نحو مواقع العدو ضباب الصباح الذي غطى المنطقة مما منع مدفعية الوسطول في التداخل بدأ الهجوم قبل بوزوغ الفجر حيث كان المهاجمون يريدون قطع المواقع الأمامية عن معسكر لأنهم واجهوا صعوبة للجناح الأيمن والوسط فردوا على أعطابهم بعد الخسار أما الجناح الأيصر فقد دفعوا القوات الفرنسية إلى الخلف بعد أن تبدو خساة تبيرة لقد كان لإلحاب ترزين دور تبير في حملة دوبورمون على اتخاذ القرار في الهجوم على موطع استوالي إلى أن الفوضى في الصفوف الفرنسية سرعان ما انتهت حيث نظم القائد تلوي صفوف فقته وتل ذلك هجوم معاكس من طرفهم دفع قوات الأغى إبراهيم إلى التراجع إلى أنه تمتن من إعادة الهجوم وقد اختلف المؤرخون حول الخسارة البشرية الفرنسية من يضطر أربعمائة بين القتلى والجرحى ومنهم من يضطر سبع وخمسون قتيلا واربعمائة وثلاثة وسبعون جريحا أما في الجانب الجزائري فإننا لم نجد سوى الأطرام التي أوردها وهي ما بين أربع وخمسة آلاف قتل وجريح استوالي يطع على مسافة ساي الساعة من سيدي فراج وقد وطعت فيه المعرأة على مرحلتين جاء في أحد المخطوطات فلما كان ليوم السبت الثامن عشر من شهر الحجة من السنة المفتورة الموافق للتاسع يوليو راموا الجيوش الجزائرية جميعا للفرنسيين وهزموهم وبددوا شملهم وأخذوا روس من قتلوه منهم وبعثوا بها إلى مدينة الجزائر لتكون على مدلة على النص وإعلانا بالظهر وبعد مدة بصير من الأيام هزموا المسلمون وصاروا يقاتلون وهم مدبرون بينما كان قوات الباية أحمد تهاجم قوات دوبورمون التي كانت بالتلة المطلة على وادي بيرديجا ودارت بين الطرفين معرته إلى أن الجهة التي تتحكم في موازين القوات كانت جهة الآغة الذي اضطر إلى التراجع بينما اندعمت القوات الفرنسية صفوفها بضم القوات الاحتياطية وتقدم نحو قوات الآغة فتراجع هذا الآخر وبدأت مسيرة الجيش الفرنسي بالتقدم نحو معسكر استوالي بالرغم من تجمع قوات الدي ومحاولتهم لتدارق الوضع إلى أنهم أجبروا على التفريط والتشتد داخل حقول المنطقة وسيطرت على المعسكر بينما بدأت فطرة الهندسة الفرنسية في فتح طرق الاتصال لربط معسكر استوالي بمعسكر سيدي فراج وبعد هزيمة استوالي غادى الآغة المعسكر تاريتا وراه كل شيء الخيام والمسيطة الأعلام وجيشه بيتماله واجتمع الدائب البيات فاتفق الجميع على تعمير برج مولاي الحسن حصن الإمبراطور وارسلوا الشريف الظهر إليه لجرد ما فيه يقول وجدت فيه عشرة مدافع صغيرة ونحو القنطارين من البارود وما يطارب المئتان طورة ومن جهة أخرى اتفق المجتمعون على تجهيز الجيش والخروج إلى القتال وأمروا العصر بالخروج وتقدمت البعض من طبعي الزواوة وعينت دائم مصطفى بومزاق بايت تيطريا خليفا لإبراهيم وتانت دائم الطلبة من المفتي شيخ الإسلام من يجمع الشعب للدفاع عن البلاد وتانت الأعمال جاري على قدم وساق تيثبت الفرنسيون أقدامهم في المعصر الجديد باستوالي وقد نقلت إليه القيادة العامة وربط بموطع السيدي فراج بالتليدراف تم أقيمة أربعة مواقع لمراقبة الربط بين السيدي فراج واستوالي استفسال المدافعين الجزائريين في الدفاع عن المعصر استفسالا شديدا في محاولة منهم لوقت تقدم العدو برومتوني محاطين من كل جانب ومع ذلك فإنهم لم يتزحسوا طيد أنميل عن مواقعهم إلى أن استشهدوا عن آخرهم لقد تمتن الفرنسيون من السيطة على المعصر دون مطوامة إذ لم يتنهن تأحد به للدفاع عنه فالمنهزمون تانت وجهتهم نحو مدينة الجزائر وليس نحو المعصر وفي يوم الخامس والعشرون جوان وصلت إلى السيدي فراج متفاعية الحصار والجنود فأصبح بذلك كل شيء جاهز يوم الثامن والعشرون جوان للسير إلى مدينة الجزائر وفي التاسع والعشرون جوان 1830 ميلادي انطلقت القوات الفرنسية نحو مدينة الجزائر وجد الجيش الفرنسي صعوبة تبيرة في التقدم نحو المدينة بسبب الضباب تخلى الفرنسيون عن الطريق الذي أشر إليه بوتان عند انقشاع الضباب اتضح أن بوتان على صواب في المساء تمتنت القوات الفرنسية من الوصول إلى طلعة مولاي حسن وأوتى للدهي مهمة الدفاع عن الطلعة للخزناج مصطفى الذي تانى حسب حمدان خوجة يتأمر على الدهي ويسعى للاستيلاء للحرم وتمتن الفرنسيون من الاستيلاء عليها بعد أن صوبوا مدافعهم تجاه القلعة العطابة الآخرة أمامهم ونصبوا مدافعهم في اتجاه باب عزون الذي ستطف أصبح الطريق حينئذ سهلا إلى المدينة لم يبقى إلا بعض المدافع الصغيرة المنصوبة على أسوأ القصبة لا تستطيع ولا تدفي للمطاومة بدأت بوادي الانهزام تدب في صفوف الجهاز الإداري والاجتماعي فاجتمع عدد من عيان مدينة الجزاء في طلعة باب البحرية وتتعان من تبار التجار وأصحاب المال وأكدوا أن ضايع المدينة أمرا محتوما وأنه إذا دخلها الفرنسيون عنوى فإنهم سينهبون الثرواته ويعتدون على النساء ويرطلون الأطفال ورأوا تفاديا لذايته في طبول ارتراح الباشا الثاني الذي ينص على الاستسلام وفي الرابع جولي 1830 ميلادي أرسل حوسين دايته أتي به مصطفى مصحوبا بالقنصل الإنجليزي إلى مقر القيادة الفرنسية للتفاوض مع ديبورمون فأوفاد أحمد بوضربة وحاج حسين تم ترجمين وقد صرح التنصر بأنه لم يأتي تموظف لدى الحتوم الإنجليزية وإنما أتى لوقت إراقة الدماء والحيلولة دون أن يخرب الدائجز من المدينة خلاصة الفصل نستخلص من خلال هذا الفصل أن أسباب الاحتلال الفرنسي للجزائر يعود إلى مجموعة من الأسباب المختلفة خاصة أن فرنسا ذالت الوقت عن الظروف السيئة التي كانت تعيشها خاصة بعد إنهيال إمبراطورية ورجوع النظام الملتي وإنهزام الجيش الفرنسي في أوروبا جعلته يوجه أنظاره على الجزائر ورغبتها في امتلات أراضي جديدة تعوض عما فقدته وتذايت النشر المسيحية بالرغم من الاستعدادات اللازمة والخطة المدروسة إلى أن الدائح حسين عطى القيادة لمن لا يستحقها للآغة إبراهيم الذي ليست له أي خبرة في الترتيط العسكري وإضافة إلى عدم أخذ الأمور بجدية كل هذا ساهم في نجاح الفرنسيين في المعرة وإستلاهم على مدينة الجزائر حيث تمتن الجنيرادو بورمون من الدخول إلى الجزائر واستسلام الدائح حسين وفي خاتمة هذا الفصل نخلص بأن مارك التستوالي كانت حاسما منعرجا في دخول الفرنسيين إلى الجزائر وذالتا من خلال إنهزام الشعب الجزائري وانتصار الجيش الفرنسي وتتخلف هذا الانتصار عدة نتائج التي أثرت بالسلب على الجزائريين وخدمت مصالح فرنسا مما ترتب عليها مختلف ردود الأفعال التي تانت بين المؤيدين ومعارضين من هذا الغزو الفرنسي للجزائر وعليه خصصنا هذا الفصل لإثبات المواقف المختلفة للدول الأوروبية والعربية وتذايت الشعب الجزائري والنتائج المترتبة عن هذه المعارضة وتتصمنا هذا الفصل إلى مبحثين المبحث الأول مختلف ردود الفعل المبحث الثاني نتائج المعارضة المبحث الأول ردود الأفعال أولا موقف الدولة الأثنانية فقد كانت أنذار تمر بمرحلة الضعف وتتخبط في المشاتل الداخلية ولم يتم بإمكانها استخدام القوى لصد الغزو الفرنسي لذا اتفى الباب العالي بتحريط دبلوماسية بطيئة لم تتم في مستوى الحدث حيث كانت الدولة الأثنانية منشغلة بثورة اليونان وتهديدات روسيا حتى معاهدة صلح أدين في سبتمبر 1829 ميلادي ثم بتهديد محمد علي منذ عام 1831 ميلادي ولم يتم لحتامها الإرادة السياسية التافية لمواجهة فرنسا تم تانت صاخطة أيضا على حتومة الداي فلم تدافع عن حطوطها السامية ولو الإسمية على الجزائر ففيها هو إشاروت من سنة 1827 ميلادي تعديم متوجم سافير فرنسا في اسطنبول التونت قيوميتو للباب العالي وقدم لرئيس التيتاب مضطرة تتبه السافير أبى فيها وجوب تدخل الحكومة العثمانية لتأديب والي الجزائر الذي أظهر عيدا للفرنسي منذ مدة وتان السافير يعتمد في إعلام حكومته الحرب على أوجات الجزائر على السند الحادي عشر من المعاهدة المعقودة بين الدولة العثمانية وفرنسا بالرغم من الاستيلاء لمدينة الجزائر لأن أحمد باي بقي يقاوم ضد الجيش الفرنسي في بيلة رسنتينة وطلب هذا الآخر من السلطان العثماني المساعدة فقام بتلبية لطلبه بإرسال أربعة سفن معبئة بالجنود على متنها 12 مدفع و150 من رومات المدافع إلى أنه لم يصل شيء إلى الجزائر بحيث حاولت التوسط بين الجزائر وفرنسا لحل النزاعات بينهما فأرسلت المفتي السابق الحاج خليلا فند إلى الجزائر نوفمبر 1839 ميلادي فلم توافق وخلال اجتداد الأزمة الجزائرية الفرنسية أرسل السلطان العثماني مبعوثا خاصا إلى الجزائر وهو طهر باشا ولم يسمح له الحصى البحري بدخول الجزائر فاتجه إلى فرنسا وطلب محادثة بولينيار بشأن المفاوضات وانتظر طويلا في عزلتي ليصله جواب نزول القوات الفرنسية بأرض الجزائر وقد احتجز الفرنسيون طهر باشا في طولون إلى أن حرروا هدفهم وبذاية تخلت الدولة العثمانية عن طائد أسطولها في حرب اليونان ولم تقدم مجرد احتجاج على خاطر الفرنسيين لأبسط رواعد العرف الدبلوماسي وبعد قليل اتصل رئيس الكتاب العثماني من مترجم الصفار الفرنسية بإسطنبول بمضطرة مؤرخة في السادس عشر أوت 1830 ميلادي تفيد بأن الجيش الفرنسي قد احتل مدينة الجزائر أما بعد الاحتلال فقد ناشدت الحكومة الفرنسية سحب قواتها من الجزائر مرارا أحمد بن محمد الشريف أحمد باي هو الترغل أحمد بن محمد الشريف بن الباي أحمد القلي كان ينسب إلى أمه فيطال له الحاج أحمد بن الحاج الشريفة ولد عام 1786 ميلادي وتربى في بيت أخواله في بيئة بدوية تعلم فيها الفلوس وتدرب على القتال وفي سن الثلاثين صار خليفة لبير سنطين فارتسب ثقة الناس ثم اختلف مع البي فسجنه لاتنا وفر إلى العاصمة وبرهن بها على تفانيه في العمل حضر واقع الدخول الفرنسيين إلى الجزائر عام 1830 ميلادي وتان له رأي في طريقة رد الفرنسيين لاتنا الدي حسين لم يأخذ برأيه فعاد إلى سنطين لينظم المطاومة هناك ثانيا موقف دول المغرب العربي موقف تونس أيد حكامها العدوان الفرنسي بخلاف الشعب التونسي وموانوا الحملة الفرنسية بالماشية ومنعوا تغريب البارود من طبق إلى سنطينة وتتأت موقف الباية المتحيز للفرنسيين حين أسرع بإرسال وفد لتهنية المارشال بورمون بانتصاره على جيرانه الجزائريين فوصل الوفد التونسي قبل أن يتم المارشال انتصاره في الخامس يوليو فقد تعهد الباية التونسي حسين تجاه الفرنسيين أنه سيتون محايد 1828 ميلادي وقد عبر عن تمانيه لفوز السلاح الفرنسي كان غائرا من الداي وكان يتمنى توسيع ترابها وحتى خلافة آخيه للداي فقد أيد باية تونس الاحتلال الفرنسي للجزائر وهنا طاعد الحملة للانتصار وتفاوض مع تلوزيل إبرام معاهدة تلتزم فيها تونس بتسير حملة بحرية إلى وهران ومطاربة بير سنتينا مطابل تتويج مصطفى أخ باية تونس على إقليم سنتينا وفي الثامن عشر أفريل 1828 ميلادي واجهة الحكومة الفرنسية تعليمات لتنصلها العام في تونس مايتودي لسباس تنصح له فيها بمحاولة الدخول في مفاوضات مع البي حسين لعرض تحالف فرنسي تونس ذي صبغة دفاعية عن الممتلكات الفرنسية في البحر المتوسط وعندما آمنت فرنسا جانب تونس بعدم التدخل في شؤون الجزائرية استخدمت أسلوب التهديد بإرسال أسطولي على ميناء حلق الوادي مما أصفر على إمضاء البيت تونسي على اتفاقية الثامن من الشهر الثامن 1830 ميلادي وبعد ذلك وصل الأسطول الفرنسي سيره في اتجاه طرابلوس الغرب حيث وقع باشا طرابلوس على اتفاقية يوم الحادي عشر من الشهر الثامن 1830 ميلادي التي تنص على أن تلتزم طرابلوس عدم تطوير قوتها البحرية وقد أدى رفض الحكومة الفرنسية لمبادرتين تلوزيل إلى إحباط هاتين الاتفاقياتين وهي الطير أرباية تونس إلى سحب جنوده من وهران في الثاني والعشرون أغسطس 1831 ميلادي والتخلي عن أحلامه التوسعية الحمطة بالجزار موقف المغرب أما سلطان المغرب الأرسام مولي عبد الرحمن فلم يبدأ أي تضامن مع الجزار ففي السابع ماي 1830 ميلادي ضامن حياده لنائب طرنس الفرنسا بطنجا وسمح للفرنسيين بالتموين في موانئه ويتضح أن موقف السلطان ورغبته لم تظهر على أرض الواقع حيث ظهر السلطان منذ البداية الأولى غير مرترث بما يجري على حدوده الشقية وبقي طيلة السنوات يتفرج على مجرايات الأحداث دون الدخول في مواجهة مباشرة وحاسمة مع الفرنسيين وأحيانا يقوم بمساندة ودعم غير علني للمطاومة وتأنه لا يريد إغضاب السلطات الفرنسية التي كانت تراقب الأحداث عن طرب وعندما عرض عليه أعيان تلمسان يبايعه ويدخل في حتمه مرتين في أغسطس ثم في سبتمبر 1830 ميلادي على التوالي لبى نداءه في المرة الثانية وأوفد ابن عمه علي بن سليمان ذي الخامس عشر عاما أميرا على البلاد تحت وصاية عام الوجدة فاتخذ من تلمسان عاصمة وعمل على استمارة القبال وبص نفوذه ثم أسأل السلطان ممثلا آخر عنه هو ابن الحمر على إدارة تلمسان هو وابنه ولاتن الضغط الفرنسي جعل وجود ابن الحمر غير مرهوب فيه فانسحب بدون طوى عسكرية وإنتهى بداية ما يمكن أن نسميه بتدخل سلطان فاس في الإقليم الغربي وتانى موطف الشعب المغربي مغايرا تماما لموطف حتومته تماما فعندما علم سواد الشعب أن الحتومة الفرنسية تطعت علاقاتها مع الجزائر أصبح يشت في تجريد حرب صاليبية على بلاد المغرب كلها حيث دشان المغاربة موطفا من الاحتلال الفرنسي الذي وطع تحته إخوانهم الجزائريين باستنتار ففي تطعيل نائب التنصر الفرنسي بطنجا يقول المغرب كله متاجه بأنظاره نحو الهجوم على الجزائر والإشاءات من كل نواة تتردد كل يوم وينطلب المغاربة إما إلى موطف الاحترام أو الإصدراء نحو التناصل وتذايت بالستان نحو النصارى وعندما تأتدت فرنسا من نوايا المغرب التوسعية وجهت لوزير رسالة للسلطان المغربي يطلب منه فيها بسح قواته من الأراضي الجزائرية وإذا رفض الامتثال لهذا العنف فإن الجيش الفرنسي سوف يضطر حين إذن إلى محاصرة المدن المغربية ليبيا تعتبر الحتوم الليبية هي الدولة الوحيدة التي لم تقدم تسهيلات أو مساعدات للفرنسيين في غزوهم للجزائر وما يؤتد ذالت الرسالة التي بعثها حاتم طرابلس يوسف بن علي باشا الفرمانالي إلى الدائي حسين في السابع ماي 1830 ميلادي ويتضح لنا ذالتا من خلال الرسالة التي وجهها باشا طرابلس إلى دائي الجزائر فخطبه فيها أما فيما يتعلق بنا فإننا لسنا قيابي ما فيه التفاية لنرسل لكم نجدات إننا لا نستطيع مساعداتكم إلا بصلاوات طيبة وجهة نحن وراء عيانا بالمساجد أما عن سبب عدم قدرة الليبيين عن تقديم مساعدات للجزائرين يرجع ذالتا للصعوبات التي اعترضت حتم يوسف بن علي الفرماني والمتمثلة في قيام الصورات بمختلف الأعقاليم الليبية من 1806 إلى غاية 1830 ميلادي فاتخذت فرنسا من موقف طرابلس الغرب المعادي لاحتلالها الجزائر الذريع لكي تدخل في شؤونها فتل فتح الضباط يابين يتوجه إلى طرابلس بغرض معاربة يوسف باشا لإرغام حاكمها على الاعتذار وتقديم الترضيات ولم يكن بواسع يوسف باشا أمام تهديد روستول الفرنسي إلا قبول التوقع على اتفاقية الحادي عشر أوت 1830 ميلادي المواقف الدولية أيد معظمها العدوان ولم تعارضه سوى بريطانيا وتحفظت منه إسبانيا روسيا أيدت الغزو بلا تحفظ ودعمته بمهندسين أسكريين وصرحت بأنها تنظر بعين الرضا إلى احتفاظ فرنسا بماركز قوي في الجزائر لصيانة أمن الملاحة في البحر المتوسط لأنها رأت ذلك تقليلا لاهتمام فرنسا بالشرق والبلقان محط أنظار روسيا كما أملت أن تحظى بدعم فرنسا لأطمعها بالدولة الأثمانية وتهديد المصالح البريطانية في البحر المتوسط وتعنت روسيا هي الدولة الوحيدة التي تانى موقفها مشجعا أرسل الاحتلال فعندما طلب السافر بريطانيا من الطيصر الإستندا الأول أن يعارض المشروع الفرنسي أجابه هذا بأن روسيا ليس لديها أي اعتراض تبده على الحملة ولعل تصريح الطيصر الروسي للسافر الفرنسي لافري روني في جولي 1821 ميلادي يبين بوضوح انحياز روسيا التام للحكومة الفرنسية في مشروعها لاستعمال جزائر فساندت روسيا فرنسا طمعا في تأييدها لها في السيطرة على المذايق العثمانية النمسا رغم ميل مستشارها ماترانيخ إلى موقف بريطانيا وإلى استقال الأوضاع الطائمة في أوروبا إلى أنه كان يميله وحكومته إلى تحويل اهتمام فرنسا إلى التوسع خارج أوروبا تمتان عليها مجارات حليفته روسيا وبوروسيا في تأييد الخطوة الفرنسية فطابلت النمسا بالأمر الواقع بوروسيا أيادت الغزوة عارضت خدمات الضباط على فرنسا لتضعف اهتمامها بالمسائل الأوروبية خاصة بمنطقة الراين ولعدم اهتمامها هي بالبحر المتوسط فضلا عن وطوية تحت ضغط حليفتها روسيا تم أياد الغزوة أن فرنسا على نجاحه كل من السويد والدانيمات وهولندا والولايات المتحدة وتذايت البابا بيوس الثامن في روما وسمح لفرنسا باستخدام موانيه ومملكة نابولي والسيطلية التي سمح مالتها فرنس والأول للتجار بتزويد الحملة الفرنسية بالسفن التي تحتاجها إسبانيا كان ملكة الإسبان في انديناند السابق التحفظ على الغزو حسدا لفاشل إسبانيا طوال ثلاثة طرون في احتلال الجزائر وأيضا لتحسين العلاقات الجزائرية الإسبانية بعد توطيع الدي حسين والملك الإسباني دون تالوس الرابع لمؤهدة السلم السدارة في الثاني عشر سبتمبر 1791 ميلادي إذ رفض تموين الحملة عند توطفها في بارما بجزية مايورتا إسبانيا ثم أيادت بطل ما تملكه من وسائل مثل تاجير عدد من السفن التجارية للتموين والسامح باستخدام مينا مالويان بجزر البليار الإسبانية وإطامة مستشفيات بمينا مهون وعدد من سفن الشحن الإسبانية بريطانيا كانت الحتومة البريطانية في البداية أشد الدول الأوروبية معارضة للحملة وتانت تستهدف بذائية أبطاها فيما تزدثت في منطقة البحر المتوسط ولتغطي الحتومة الفرنسية مخاوف بعض الدول الأوروبية فقد عملت عليها الظرف دولي مناسب للترحيب بمشروع الحملة فأعلن بولينيار في الرابع فبراير 1830 ميلادي للدول المسيحية أن الملك الفرنسي شارل العاشر قد اتخذ طرارات بإبطال عبودية المسيحيين بدول المغرب كانت بريطانيا الدولة البحرية الأولى فخاشية يهدد الغاز تفورها ومصالحها في حوض البحر المتوسط فعارضته واحتجت عليه لأنها امتنعت عن القيام بأي عمل لإعطتها وإجبار فرنسا للإنسحاب لتوقعها إنهزام الفرنسيين في الجزائر وراهن بعض ساساتها لأن فرنسا متى تورطت وغدت مهددة بهزيمة ستلتمس من بريطانيا التدخل لمساعدتها وعندما تصبح بريطانيا سيدة الموقف وتذل عدم وجود نية لدى حتومتها بخوض حرب ضد فرنسا بسبب الجزائر لكن بريطانيا تحفظت على مبدأ حصار فرنسا للجزائر من منطلق أن ذلك يزاحم نفوذها في المتوسط وطلبت من السلطان العثماني التدخل للحفاظ على الجزائر عثمانية ولحت على فرنسا توضيح موقفها من المسألة الجزائرية في شهر 1830 ميلادي وبعد حصول الاحتلال ارتفت بريطانيا بدعوة فرنسا إصدار بيان توضح فيه أهدافها من الحملة ويفسر هذا التحول في الموقف بانشغال بريطانيا بأزمتها الداخلية المالت الفرنسي شارل العاشر ولد في التاسي أرطوبر 1757 ميلادي بقصف إرصاي بفرنسا وتوفي في السادس نوفمبر 1836 ميلادي بالنمسا مالت فرنسا ما بين 1824 إلى غاية 1830 ميلادي أطاحت به ثورة تجويل 1830 ميلادي فخلفه لويس فليب وقعت حادثة المروحة في زمانه وتم حصار الجزائر في سنة 1827 ميلادي تحت إدارته كما انطلقت الحملة من طولون بأمره واحتلت الجزائر في الخامس جولي 1830 ميلادي غير أن ذلك كله لم يشعله لدى الفرنسيين فقامت الثورة ضده ردود الفعل الوطنية محاولة الدائح السين الاتصال بأحرار الجزائر وتنظيم المطاومة من منفاف نابولي ومنها انتقل إلى باريس لمطابلة مالت فرنسا لمناشدته الوفاء بالتعاهدات التي تضمنتها وثيرة الاستسلام بحماية أملاكه الخاصة وغير ذلك ولما رفض المالت مطابلته اتجه إلى مدينة ليفرون بإيطاليا لقد أظهر الجزائر يوم مطاومة مستميتة ضد التواجد الفرنسي بالجزائر وتجل ذاته من خلال اشتباتات الأولى لمدينة الجزائر والتي استمرت عشرون يوم بعد تسلم المدينة وقد شهدت لوزيل ذاته بحدتها طائلا لم تقتصر مطاومة الجزائرين عن الدفاع عن القص بل انهم طاوموا بضراوة في القصبة وعند باب الزون وتميزت المطاومة داخل القلعة بالعناد والتنظيم فتان المتاتلون يحتلون فورا متان من يرتل ولم يتخلى سندت الأسلحة نأسلحتهم ومدافعهم إلا بعد أن أصبحت هذه الأسلحة معدومة الفائدة ومدمرة كلوزيل ولد يوم الثاني عشر ديسمبر 1872 ميلادي في ميريبواب بفرنسا تولى عدة وظائف الجيش والصفارة الفرنسية في إسبانيا وقيادة الجيش في ساندومينيت وارسل إلى هولندا وإيطاليا حتم عليه بالموت عستريا سنة 1816 ميلادي ثم عفية عنه بعد أربع سنوات وتتفرى بعد الحتم عليه إلى أمريكا وعاد منها بعد العفو عليه سنة 1820 ميلادي ثم أصبح نائبا بالبرلمان وتولى القيادة بدل بورمون يوم السابع أوت 1830 ميلادي أصبح مريشال فرنسا سنة 1831 ميلادي ثم عين مرة أخرى بالجزاء سنة 1835 ميلادي وعزل منها بعد فشله في حملة السنطينة في الثاني عشر فبراير 1837 ميلادي ومات سنة 1843 ميلادي رفض أحمد باي عروض فرنسا بالاعتراف به بين السنطينة المطابلة التبعية لها والتعاهد بدفع الضريبة إنعطاد مؤتمر زعامة القبال وطرط الصوفية المحلية عند بورج تامان فوست عربي راس ما تيفوا يوم السادس والعشرون يوليو 1830 ميلادي وطرروا في تصدي للغزاة بطوة السلاح تخيار أوحد وارسلوا إلى القبال الأخرى يحثونها على الجهاد وقد اتخذت المطاومة الجزائرية للاحتلال منذ البداية اتجاهين مختلفين المطاومة السياسية والمطاومة المسلحة وطلاهما يعبران عن الرفض الكامل للاستعمار الفرنسي تصدي الشاب للأعداء بمنطقة متيجة بقيادة المجاهد إيم زعمون زعيم طبيلة فليس القاطنة في المداخل الغربية لبلاد القبال والحاج علي بن السعدي ومحمد بن علال فقد هاجم المطاومون بقيادة المجاهد إيم زعمون الحامية التي نصبها دوبورمون بالبليدة غدأت سطوطها بعيد الفرنسيين يوم الثالث والعشرون يوليو 1830 ميلادي وطردها من المدينة المبحث الثاني نتائج المعركة أولا النتائج السياسية توطي عدي حسين على معاهدة الاستسلام بجنان الريس يوم الخامس جوليو 1830 ميلادي مغادرة الآغة المعصر تارتا وراء كل شيء الخيام والموسيقى والأعلام وجيشه بأتماله كما يقول حمدان خوجة لم تكن للآغة خطة للانسحاف فتشتت جيشه بعد الهزيمة ووجد الفرنسيون في المعصر الأسلحة والثياب والزراب والخيام والمدافع بل حتى الأغنام والجمال حيث أصبح الجيش بدون طائد بعد التواغل الفرنسي بمنطقة سيدي يخلف واختفى الآغة إبراهيم وعين متانه بو مرزاق بايت تيتري وفي السادس جوليو 1830 ميلادي دخل الجنود الفرنسيين مدينة الجزائن من الباب الجديد بأعلى المدينة وانزلت علام دولة الدين من جميع القلع والأبراج وارتفعت في متانها رايات الاحتلال الفرنسي ففي يوم الثاني من الاحتلال السادس جوليو أنشأ بورمون لجنة الحتومة وتتلخص مهمتها في النظر في حاجيات وإمتانيات البلاد والنظم التي يجب تعديلها وإلغاؤها والفائدة من استخدام عيان الجزائريين من مختلف الطبقات الأهلية والفرنسيين لما الإطارات الموظفين وممارسة الوظائف المدنية تمس معالم السياسة الداخلية التي انتهجها العثمانيون بالجزائر واستبدالها بسياسة تماشى مع مصالح فرنسا وذلك بتتوين هياماتازيا متتوينة من عيان الجزائري تساعدها في تسير الشؤون الداخلية للبلاد وفي العاشر جولي 1830 ميلادي راحل الدائع عن مدينة الجزائر وتوجه إلى نابولي بإيطاليا ثم التحق بفرنسا وأخيرا توجه إلى الإسطندرية حيث أقام بها حتى يوم وفاته النتائج الارتصادية وبرحيل الدائع حسين عن الجزائر رحل معظم العطرات كذلك من البلاد أما القوات الفرنسية فبمجرد أن دخلت المدينة وضعت يدها على خسائن الدائع والدولة بعد أن نالتها يد النهب من طرف بعض الجنود والضباط فإن المصادر الفرنسية تضطر أن الخزناجي وزير مالية في حتومة الدايب باشا رضي انتظر بورمون عند باب الخزينة ليسلمه مفاتيحها وقد قدرت قيمة الموجودات بمبلغ يطارب 48.5 مليون فرانج وأحطتها بحراسة مشددة وقد عاث الجيش الفرنسي في البلاد فسادا حيث قام بسلب ونهب أموال الدولة وتونوز القصبة بمساعدة اليهود وتحت إصراء طرار الثامن أيلول 1830 مليادي والذي بمرتضاه تم الاستلال جميع عملات الأوطاف الإسلامية في المناطق التي احتلها رغم وعودهم الكاذبة بعدم المساس بمقدسات الأمة ورموزها من مساجد وأوطاف علماء وتتأتيب قرآنية والزوايا وإصدار مرسوم الواحد والثلاثون ديسمبر 1830 مليادي يخص الاستلاء على ممتلتات البيلر بيرسنتينة التي خلعت من أصحابها منذ أسبوعين خلت النتائج الاجتماعية تفتيت بنية المجتمع الجزاري والتخريب شبطت علاقاته الاجتماعية بالعمل على التمزيق وحدة المجتمع القائمة على أساس الدين الواحد واللغة الواحدة والتاريخ الواحد والمصير الواحد والوطن الواحد تم استطاع الاستمار الفرنسي أن يقضي على البنية الاجتماعية للمجتمع الجزائي المتماسق الأوصار حيث اختفت نهائيا في أتان اجتماعيتان وهم الأطرات والتراغلة إذن الفرنسيين قد قاموا بترحيل 2500 من الجنود الانتشارية على أربعة سفن فرنسية اتجهت بهم إلى آسيا الصغرى وتأول الجزائر بداية إلى فرنسا ومن ثم يتم التضع للحكم الأثماني وبعد احتلال مدينة الجزائر أجبر السلطان على إخلاق بيوتهم للفرنسيين مما أدى إلى توقف تجارتهم وأعمالهم المهنية فانتشرت البطالة والتسول نشر رذائله الأخلاقية وسط جسم المجتمع الجزائي المسلم يشجع فتح بيوت الفساد وممارسة البغا ويصدر ذلك في طوانين تبيح ذلك وتحفظه من كل ردف الاجتماعي النتائج الدينية إن الجنرالدو بورمون أخذ على نفسه بأن يعمل بالمعاهدة فيحترم الديانة الإسلامية ومردساتها وتدنص البند الخامس من المعاهدة على حرية العمل بالدين الإسلامي واحترام كل شيء يرمز إليه كل هذه المعاهدة بقيت حبر على ورق إقامة دو بورمون الصلاة بالقصة بشارة فيها الجيش ورجال الدين وخطب فيها قائلا لقد عادتهم معنا فتح باب المسيحية بإفريقيا ونتمنى في القريب أن نعيد الحضار التي انطفعت فيها منذ زمن طويل تحويل الدور والفيلات والرسول إلى مؤسسات عمومية للجيش والمستشفيات ونحو ذلك وتطبيع عدتات واضرحة وغيرها للأوروبيين ليتآجروا فيها تم جرى تحويل المساجد إلى تنائس ومخازن ومستشفيات وتهديم بعضها نهائيا دون استبدالها بأخرى النتائج البشرية أما الخسار في عدد الجيش الفرنسي تلفته المعرة حوالي 57 قتلا وأربعمية وثلاثة وسبعون جريه أما ما فتداه الدائح حسب الإحصائيات الفرنسية فإنه كان عشرة أضعاف ما فقده الفرنسيون أما المساجدين فلم يتنعي مجدون نادى الطرفين فالفرنسيون كانوا يقتلون كل من وقع بين عيدهم سواء سيرا أو مصاب وتتقدر عدد القتلى والجرحة في صفوف الدائمة بين ثلاثة ألاف وأربعة ألاف شخص حيث استولى الجيش الفرنسي على خمسة قطعة مدفعية وأربع هاونات مطابل ستموية شخص بين قتل وجريح في صفوفه خلاصة الفصل وفي الآخر نستخلص مما سبق أن فرنسا لم تواجه إلا معارضة ضعيلة في المحيط الدولي لما كانت تحمله الدول الأوروبية من حرد نحو الجزائر هنا تمن أيدتها وهنا تمن عرضتها وتانت بريطانيا من أشد الدول المعارضين لفرنسا على غزو الجزائر من أجبطايا في منطبة البحر المتوسط أما بالنسبة للدول العربية والإسلامية فإن الجزائر لم تستفد من تضامنها إذ بعث الدائب رسالة استغاثة إلى كل من سلطان المغرب وبايت تونس حيث ألجباه بأنه تربطه معاهدة مع فرنسا أما سلطان المغرب لم يرد عليه والتزم الصمت أما الجزائرين فقد اتخذوا من هذا التدخل مطاومتين المطاومة السياسية والمطاومة المسلحة الذان تان يعبران عن أرضهما للاستعمال فرنسي حيث تمتن الجنرال دوبورمون من الدخول إلى الجزائر وتم توقيع معاهدة الاستسلام مع الدائي حسين وقد ترتب على هذه المعاقة سنة 1830 ميلادي مجموعة من النتائج منها السياسية والارتصادية والاجتماعية والدينية والبشرية حيث تمتن الجيش الفرنسي من الاستيلاء على خزينة الحكومة الجزائرية ومصادرة الأراضي وتوزيعهم على المؤمرين والأوقاف الإسلامية الجزائرية والتفتيت البنية الاجتماعية للمجتمع الجزائري عن طريق الهجرة وتذايت الاعتداء على المساجد والمستشفيات وتحويلها إلى التنائس من أجل القضاء على اللغة العربية واستبدالها باللغة الفرنسية وهتذا قامت السلطات الفرنسية بتنفيذ مخططاتها من أجل التحكم في البلاد واستغلال خيراتها وثرواتها خاتمة وفي الآخر نستنتج من خلال دراستنا لمعاقة استوال 1830 ميلادي إحداثيا وأبعادها النتائج التالية إنه كان لفرنسا أطمع في الجزائر حتى في حالة السلم وهذا ما تبينه لنا مشاريع ومخططات الجوسس التي عملوا عليها تمشروع دوتارسي إن النوايا الفرنسية للاحتلال الجزائر لم تكن وليدة حادثة بل كان حلم قديم حيث لجأت فرنسا بإعداد مجموعة من المشاريع والمخططات العسترية من طرف تناصلها وجواسيسها وضباطها الفرنسيين والتي كان هدفها دراسة نقاط وقوة ضعف الجزائر وتميزت هذه المشاريع بتونها لم تكن مبنية على أساس علمية معدى تقرير بوتان الذي كان دقيقا ومؤسسا علميا وهندسيا والذي اعتمدت عليه وزارة الحربية كمشروع نهائي فيما يخص الجانب العستري إن أوضاع الجزائر عشية الاحتلال سوى الارتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية حيث تميزت بالازدهار والاستقرار في بعض الأحيان والفساد والاضطرابات أحيانا أخرى طمس معالم السياسة الداخلية التي انتهجتها العثمانيون خلال تواجدهم بالجزائر واستبدالها بسياسة تماشى مع مصالح فرنسا تدهور الوضع الارتصادي مما أدى إلى ظهور مجاعات وانتشار مختلف الأمراض والأوبياء إنه لم تكن حادثة المروحة التي جعلت منها فرنسا سببا رئيسيا لشن حملتها العستري على الجزائر إلا ذريع لتسهيل عملية الغزو ومن أجل التخلص من دفع الديون التي تانت للجزائر على فرنسا وسعيها للحصول على مصادر التجارية والسعية إن الاستعدادات الأسترية الفرنسية الضخمة التي قامت بها تانت دليل على غز فرنسا للجزائر ولم يتن الغرض منها تاديب الديتما ادعت فرنسا إن تعيين لغى إبراهيم تان خطأا فادحا تتبع حسين باشا لم يتاتب مثله خلال حتمه الطويل انتصار الجيش الفرنسي وتقدمه نحو المدينة وإيجاد الخطة المناسبة للاستلال طلعت مولاي حسن التي كانت تشكل أقوى دفاع مدينة الجزائر انتصار الجيش الفرنسي وانهيزام الجزائريين وتوقيع معاهدة الاستسلام ودخول الجيش الفرنسي الجزائر وغزوها والتحكم في ثرواتها وخيراتها إن موقف الدولة الأثمانية من احتلال فرنسا للجزائر كان موقفا إيجابيا ولات تانت نتيجته سلبية لأنه لم يحقق ما تانت الخلافة تطمح إليه نتيجة الظروف العديدة التي تانت تعيشها الخلافة أهمها الضعف والتقاطر التي تانت تعاني منه تانت ردود في الدول الجوار السلبية فلم تقم أي دولة بأي مجهودات أو مساعدات للجزائر وذلك راجل العدى بين الدايات معدى ليبيا التي ساندت الجزائر أما الدولية الأوروبية أغلبها مؤيدة لفرنسا معدى بريطانيا التي عرضت الغزو الفرنسي في الآخر نسأل الله العظيم أن تكون قد وفقنا في بحثنا وأن يكون هذا البحث نافعا ومفيدا لزملائنا الطلبة وللباحثين ونتمنى من المولى عز وجل للسداد والتوفيق صورة للجنرال دي بونمون حادثة المروح التي اتخذتها فرنسا ذريع لاحتلال الجزائر مكان النزول الفرنسي بي سي دي فرد في الرابع عشر جوان 1830 ميلادي صورة شخصية للدهي حسين خريطة توضح مسيرة الحملة الفرنسية للجزائر البيانة الذي وزعته فرنسا على الشعب الجزائري معاهدة استسلام الدهي حسين في الخامس جولي 1830 ميلادي معاهدة بين الطائد العام للجيش الفرنسي وصاحب السمو الدهي الجزائر يسلم حصن القصبة وطل الحصون التابعة للجزائر ومن هذه المدينة إلى الجيش الفرنسي صباح اليوم على الساعة العاشرة بالتوقيت الفرنسي يتعهد الطائد العام للجيش الفرنسي تجاه صاحب السمو دي الجزائر بتاعت الحرية له وحيازة الثرواته الشخصية سيتون دي الجزائر حرا في أن ينصر فهو وأسرته وثرواته الخاصة إلى المتان الذي يعينه ومهما بقي في الجزائر سيتون هو وعيلته تحت حماية الطائد العام الفرنسي وسيتولى حرص ضمان أمنه الشخص وأمن أسرته يضمن الطائد العام لجميع جند الانتشارية نفس الامتيازات ونفس الحماية ستبقى ممارسة الديانة المحمدية حرة ولن يلحط أي مساس بحرية السرطان من مختلف الطبطات ولا بيدينهم ولا بأملاتهم ولا تجارتهم وصناعتهم وستتون نساهم محل احترام والطائد العام يلتزم على ذلك بشرفه وسيتم تبادل هذه المعاهدة قبل الساعة العاشرة وستدخل الجيوش الفرنسية عطب ذلك حالا إلى التصب ثم تدخل بالتتابعة الحصون المدينة والبحرية خريطة توضح موطع منطقة التسطوالي معرقة التسطوالي في السادس عشر جوانف وثمانمائة وثلاثون ميلادي ملخص الدراسة يتم حور موضوع مذكراتنا حول معرقة التسطوالي الف وثمانمائة وثلاثون ميلادي أحداثها وبعدها لذا تطرقنا في هذه الرسالة لتوضيح الإرهاصات الأولية للاحتلال فرنسي للجزائر من أهم المخططات والمشاريع التي اعتمدت عليها فرنسا لغزو الجزائر والأوضاع التي كانت تعيشها الجزائر عشية الاحتلال الفرنسي من الجانب السياسي والارتصادي والاجتماعي والثقافي وتطرقنا تذايت إلى أسباب الاحتلال وسير المعرقة وحيثياتها ودرسنا الأسباب المباشرة التي كانت سببه حادثة المروحة حجة ومبرر فرنسي لاحتلال الجزائر والأسباب الغي مباشرة وتذايت استعدادات الطرفين للمعرقة من الجزائرين والفرنسيين ومجرايات المعرقة بين الطرفين تطرقنا إلى نتائج المعرقة ومختلف ردود الأفعال وتتخلفت هذه المعرقة جملة من النتائج منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والبشرية وهذا ما أدى إلى ردود فعل مختلفة من قبل الدولة العثمانية ودول المغرب العربي والمواقف الدولية وختمناها بمجموعة من الاستنتاجات اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ومبارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد